السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم عدد جديد من سلسلة الاعداد الخاصة لرجل المستحيل النياب الأسد بعد مصرع والده شعر أدهم الشاب وغضب لم يشعر به في حياته قط غضب دفعه للإقدام على أعنف ما يمكن أن يخطر ببال شاب في مثل عمره الانتقاء وفي عمق قلب العدو الشبل قرر أن يتحول إلى أسد من أجل الانتقاء وكهن عليه أن يخوض أول وأخطر معاركه وأن تبرز أنيابه ومخالبه ترى هل يربح الشبل معركته ويفوز بانتقامه وهل تنبت للشبل تلك الأنياب أنياب الأسد استمع للتفاصيل المثيرة وقاتل بعقلك وكيانك مع الرجل الرجل المستحيل مرارة لم يستطع أحمد شقيق أدهم صبري كتمان دموعه الغزيرة التي نهمرت على وجهه في حرارة وهو يلقي جساده على أقرب مقعد إليه بعد عودته مع أدهم من جنازة والدهما التي لقى مصرعه غدرا عندما اختاله رجال الموساد في لندن كانت جنازة ماهيبة بحق بدأت فور وصول الجثمان الطاهر من لندن على متن طائرة خاصة تحمل شعار رياسة الجمهورية وتصدرها من دوب الرئيس ومدير المخابرات شخصياً وخلفهما عدد كبير من ضباط المخابرات ورجالها والرعيل الأول لها وعبر شوارع القاهرة صارت الجنازة في صمت عكس مهاباتها على الجميع فتوقف المرة على الجانبين في صمت وخشوع مع رؤياتهم علم الجمهورية الذي يلتف حول النعش وانضم بعضهم في تلقائية إليها حتى راحت تقبل رويداً رويداً فلم تكت تصل إلى منطقة المقابر حتى كان المكان كله يقتضب البشر الذين رفعوا أيديهم بالدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة دون أن يدرك معظمهم حويته وسط كل هذا المشهد المهيب صار أدهم وشقيقه الأكبر في صمت كانت الدموع تسير من عين أحمد الذي راح الرجال يوسونه ويربطون على كتفيه مهدئين في حين ظل أدهم صامتاً جامداً لم تذرف عيناه دمعة واحدة وانشفت كل خلج من خلاجاته عن حزن عميق وألم بلا حدود وفي منطقة المقابر كان أحمد يتلقى عزاء والده في شبه انهيار في حين كان أدهم قوياً متماسكاً يصافح المعزين في حزم وقوة ويتمتم بكلمات خافطة رداً على عبارات العزاء التقليدية حتى إن زميل والدي حسن شعر بالقلق عليه فتحرك في خفة حتى أصبح إلى جواره وهمس ابكي يا أدهم اترك لمشاعرك العنان نهو والدك ولن يلومك أحد صمت أدهم لحظة ثم التفت إليه قائلاً في صوت عميق لا يتناسب حتى مع سنوات عمره القليلة لم يحن الوقت بعد لم يدر حسن لماذا انقود قلبه وهو يسمع هذا الجواب ولا لماذا صرت في جسده قشعرير باردة معه ربما لأنه شعر أن الجواب المقتضب يخفي خلفه الكثير والكثير جداً يخفي خلفه نيران تستعر في أعماق أدهم في أعماق أعماقه نيران تلتهم كل خلية من خلياء بلا توقف وبلا رحمة وبلا هوادة وبكل قلقه تطلع حسن إلى أدهم ولم ينبس ببنت شفا كل ما جال بخاطره لحظتها هو أن أدهم الشاب يخطط لشيء ما شيء لن يفسح عنه ليس الآن على الأقل وعلى الرغم من دقة الموقف وصعوبته وكثرة المعزين والمواسين لم يستطع حسن إلقاء هذا الموقف خلف ظهره لقد ظل يلتهم خلايا مخه وأيضاً بلا رحمة وعندما انتهت الجنازة كان يرغب في سؤال أدهم عما يدور في رأسه عما يخطط له وما يخفيه ولكنه لم يفعل لقد أشرفه على اسلوب تربية أدهم يوماً بيوم ويعرف جيداً كيف أنشأه والده وكيف رباه على الصبر والصمت والكتماء وكان واثقاً من أنه مهما قال أو فعل أو حاول فلن يحصل من أدهم على كلمة وحدة لذا فمن الأفضل أن يتدخر مجهوده وأن يكتم تساؤلاته في أعماقه وينتظر وهذا ما فعله لقد صفح أحمد وأدهم وربط على كاتف كل منهما ولم يستطع منع دمعة حزن فرت من عينيه لحظتها وهو يستعيد على الرغم منه تلك الذكرى البغيضة ذكرى اغتيال صبري في قلب لندن كان يغادر الصفارة عندما حاصره قتل تلموساد وأطلقوا النار عليه في قلب العاصمة البريطانية وفي وضح النهار وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ صراع المخابرة العالمية أو ربما هي الأولى والأخيرة و عم حسن من قتل أبي ألقى أدهم السؤال فجأة في حزم وصرامة امتزج بمرارة لا حدود لها على نحو جعل حسن ينظر إليه في دهشة قبل أن يغمغم هذا أمر غير شائع في علمنا يا أدهم و قاطعوا وأدهموا قد تسللت لمحة غاضبة لصوته من قتله تطلع حسن إلى عينيه مباشرة وكرأ الكثير كرأ كل ما لقنه إياه والده منذ اعتبره مشروعه الخاص لإنتاج رغم المخابرة المثالي وهو بعد في الثالثة من عمره كرأ الصلابة والقوة والحزم والعزم والإرادة والإصرار كرأ ما أنبأه بأن أدهم لن يتراجع عن سؤاله وعن رغبته في المعرفة مهما حاول الكل إخفاء الأمر ومهما طال الأمر مهما طال الزمن ولأنه يعتبر أدهم مثل ابنه تماما خاصة وأنه لم يتزوج أو ينجب فقد قرر تخفيف ألامه ومحو توتراته وتوفير وقته وأجابه في اقتضاء ها المسات خير عليه أنه لمح دمعة تلتمع في عين أدهم ثم تطوارى في سرعة خلف حاجز من الصلابة والإرادة وهو يسأله وقد اختنق صوته قليلا هل تيقنتم من هذا؟ أهم أحسن برأسه إيجابا فصمت أدهم لحظة وكأنه يحاول ابتلاع غصة في حلقه قبل أن يسأل من فعلها؟ هز حسن رأسه نفيا وأجابه في خفوت لم ينجح أي مندوب لنا ولم يصل عين من عيوننا إلى معرفة هذه المعلومة التي أحرس الموساد على إخفائها بشدة كل ما حدث هو أننا قد تعرفنا على أحد القتلى الذين شارقوا في عملية الإغتيال وتحرين أمره فأدركنا أنه يعمل لحساب الموساد ولقد قمنا بتنشيط كل مندوبنا وعيوننا في قلب إسرائيل ولكننا لم نتوصل إلا إلى معلومة واحدة تؤكد أن الموساد وراء عملية الإغتيال وأنها قد تمت دون الرجوع للقادة وأن الذي أمر بتنفيذها يتعرض للمساءلة الآن غمغة ما أدهم في لهجة اجتم منها حسن رائحة صارمة المفترض أن تعرضه للمساءلة وحده يكفي لكشف هويته هز حسن رأسه نفيا مرة أخرى وأجابه ليس بهذه البساطة الموساد ليس جهازا هينا أو بسيطا ولكنه والحق يقال أحد أقوى جزة المخابرات في المنطقة وربما في العالم أجمع وانتزاع السير من عمقه يعد أجبه بالمستحيل وخاصة إذا ما أرادوا بشدة إخفائه وصمت لحظة ثم سأل في قلق ولكن لماذا تريد معرفة هوية المسؤول عن العملية؟ لم يجب أدهم ولكن عيناه حمل تبريقا عجيبا ضعف القلق والتوتر في قلب حسن ألف مرة فوضع يده على كتف أدهم قائلا اسمعني جيدا يا أدهم والدك رحمه الله كان زميل وصديق عمري منذ كنا في المرحلة الابتدائية وحتى تخرجنا قد بباط في الجيش فالتحقنا بجهز المخابرات العامة فورا شاء ولقد حضرت وقعت اغتياله بنفسي وعشت أسوأ لحظة عمري كله وهو يحتضر أمام عيني ولكن مهما كانت الأسباب ومهما كانت الوسيلة فما حدث لم يكن بهدف شخصي كانت طرفا في أداء العمل ولهذا فهم أيضا يحاسبون من أصدر القرار والمسؤول عن تنفيذه على الرغم أن اغتيال صبر يفيدهم كثيرا ويختصر عدد العقول لتواجههم أتعلم لماذا يا أدهم؟ وصل أدهم صمته وهو يتطلع إليه فأكمل في حزم لأنه في عالمنا لا وجود للصقر أو الانتقام الشخصي عالمنا عالم أشبه بعالم رجال الأعمال الكل يتنازع ويتصارع ويسعى للتفوق على الآخرين والصعود فوقهم وحماية نفسهم منهم في الوقت ذاته وفي سبيل هذا قد يرتكب البعض أفعالا مشينة تدخل أحيانا في باب الجريمة المنظمة وأحيانا حتى في باب الجريمة الحقيرة ولكن هذا لا يدفعهم للثقر من بعضهم البعض أو إضاعة الوقت في التخطيط لعمليات انتقامية أو حتى تعريض عنصر مضرب للخطر لتنفيذ عملية لن يأتي من خلفها أي طائل هل تفهمني يا أدهم؟ سمت أدهم لحظة وهو يتطلع إليه ثم أجب في اقتضاء هنني أحاول استعاد ذهن أدهم كل هذه الأحداث وهو يقف عند باب منزله يراقب شقيقه المنهمك في البكاء قبل أن يقول فجأة في حزم سأرحل التفت إليه أحمد في دهشة مذعورة وهو يهدف ترحل؟ هل الآن؟ أجبه أدهم في حزم أقصر؟ سأسافر يا أحمد نهض أحمد هو يسأله في قلق عارم جفف معه دموعي تسافر؟ إلى أين يا أدهم؟ سمت أدهم لحظة ثم أجاب بكل حزم وصرمت الدنيا إسرائيل واتسعت عين أحمد عن آخرهما بمنتهى الرعب عندما كان أدهم شابا صغيرا في ريعان شبابه كانت مصر تعبر زيك البرزخ بين نكسة يونيو 67 والتي حقق فيها جيش إسرائيل انتصارا صحيقا على جيوش ثلاث دول عربية واحتل ثلث مساحة مصر متمثلة في سيناء ووصولا إلى الضفة الشرقية لقناة السويس وبين حرب أكتوبر المجيدة التي صحقنا فيها الجيش الإسرائيلي وحطمنا الأسطورة التي نسجوها حوله بأنه لا يكهر وكهرنا أكبر مانع مائي وأقوى خط دفاعي في التاريخ وانتصرنا وما بين هذا وذاك كانت الحياة تختلف في مصر عما هي الآن تختلف عسكريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تختلف حتى في قواعد الصفر خارج البلاد والذي لم يكن متاحا إلا لفئات خاصة وتحت ظروف شديدة ضدقة صعوبة أما مجرد ذكر إسرائيل أو الصفر إليها أو حتى الاقتراب منها فكان يكفي لإثارة الرعب والهلع في قلب أشد الناس قوة وبأسا فما بالك بشقيق أدهم الذي كان أيامها يخطو خطواته الأولى في كلية الطب وهو يسمع ما يقوله شقيقه الذي لم يتجاوز مرحلة دراساته السنوية بعد فبكل الظهول حضق أحمد في وجه أدهم غير مصدق لما سمعه قبل أن يتساءل في لهجة حملت كل الهلع إسرائيل؟ أجبه أدهم بمنتهى الحزن؟ نعم يا شقيقي إنك لم تخطئ السمع سأسافر إلى إسرائيل إلى قلب إسرائيل مرة أخرى حضق فيه أحمد بكل ذهوله واستنكاره وخيل إليه أن شقيقه قد أصيب بجنون مؤقت من شدة صدمتي في وفاة والده خاصة وأنه قد ارتبط به كثيرا في الأعوام الأخيرة ولكنه يعرف شقيقه أدهم جيدا يعرفه ويعرف أنه أقوى من هذا أقوى بكثير أقوى حتى من الصدمة والحزن والمرارة ملامحه الصلبة الجامدة تشف عن أنه قد اتخذ بالفعل قرار لن يفسح عنه أبدا ولكن المشكلة أن قراره هذا يرتبط باسم يبدو أشبه بالشيطان الرجيم في ذلك الزمن وتلك الفترة بالذات اسم إسرائيل وأي غضب أو صراخ أو ثورة لن تؤدي لشيء أي شيء الوسيلة الوحيدة هي المناقشة ومحاولة الإقناع وبجهد رهيب سيطر أحمد على أعصابه وهو يتجه نحو شقيقه أدهم قائلا في صوت أراضه هادئا ولكنه خرج على الرغم منه متوترا لا داعي للتهاور يا أدهم مصر عوالدنا أمر يتولى جهاز مخابرات كامل فما سيمكن أن نفعل نحن بشأنه تطلع أدهم إليه في صمت دون أن يجيب فتابع أحمد ثم إن الصفر إلى إسرائيل ليس بالأمر السهل أو الهين غمغم أدهم في حزم إنه مستحيل شعر أحمد بالأمل ينتعش في قلبه وهو يقول بالضبط الصفر خارج مصر أساسا ليس بالأمر السهل فما بالك بدولة العدو غمغم أدهم في مقت الدولة التي يحتلها العدو أشعر أحمد بيده قائلا بغض النظر عن هذا إنها دولة يحظر الصفر إليها في كل الأحوال ثم إن أحدا لن يسمح لك بهذا رفع أدهم رأسيه وهو يقول في صرامة لن أستأذن أحد هدف أحمد بالتأكيد ثم حاول أن يخفض صوته وهو يضيف الكل يعلم أن هذا مستحيل وحتى لو أمكانك أن تفعله فستجد نفسك في قلب عرين الأسد و قاطعه أدهم في حدة أي أسد ما فعلوه يثبت أنهم في إيران ضباع أو حتى ذئب ولكن ليسوا أسودا أبدا تنهت أحمد في عصبية وحاول مرة أخرى أن يتمالك عصابه وهو يشير بيده قائلا بنفس التوتر بغض النظر عن هذا أيضا إنك ما زلت في مرحلة دراستك الثانوية ومهما كان ما لقنك إياه والدنا رحمه الله وما اكتسبته من مهارات فلن يمكنك وحدك مواجهة دولة كاملة حتى ولو أصبحت في قلب قلبها إنها دولة يا أدهم حتى ولو رفضنا هذا دولة لها جيش ونظم أمن وتوترات داخلية وحساسية مفرطة تجاه أية لمحة شك دولة لا ترحم أحد مهما بلغت قيمته لأنها تتصور أنها تقاتل من أجل وجودها وبقائها والحسن من أجل هدف محدود تمتم أدهم وهو يشيح بوجهه أعرف كل هذا تصور أحمد أنه قد رابح معركته الكلامية فسأل في لهفة ألن تسافر إذن؟ شد أدهم قامته وهو يجيب بل إنني مصر على الصفر احتقن وجه أحمد وشعر بالغضب يسهي في عروقه فقال في حدة ومن قال إنك تستطيع هذا كل أدهم في حزن؟ سأحاول احتقن وجه أحمد أكثر وهو يهدف حاول ثم أضف في حدة وهو يلوح بسبابته في وجه أدهم هو لكنك لن تنجح شد أدهم قامته وتطلع إليه في حزن دون أن يجيب فلوح أحمد بزراعيه في يأس غاضب ثم اندفع نحو حجراته وصفق بابها خلفي في عنف تهريكا أدهم خلفه وملامحه تحمل كل المرارة وكل الحزن خطأ صرح مدير الموساد بالكلمة في غضب هادر وهو يضرب سطح مكتبه بقبضته في قوة قبل أن يتابع وهو يلوح بسبابته في وجه ديفيد جرهام الذي يقف أمامه صامتا لقد ارتكبت فعلا مشينا يكفي لعزلك من صفوف الموساد قال جرهام في شيء من الصرامة لقد تخلصت من واحد من أقوى رجال المخابرات المصرية وأكثرهم إضرارا بنا صاح مدير الموساد في غضب كل رجل مخابرات معادي يضر بأمن وسلامة إسرائيل ولكننا لن نجو بالعالم لنقتل كل رجل مخابرات يعمل ضدنا هذا ليس أسلوب أكثة المخابرات أجاب جرهام كل شيء يمكن تطويره احتقى نوجه مدير الموساد في غضب وهو يقول في حدة وكل تطوير ينبغى أن يخضع لدراسات دقيقة وطويلة يا جرهام وأن يقوم به فريق عمل ولا شخص يصدر قرارات منفردة وأطلب من دولاتي كلها أن تتحمل نتيجة أخطائه أشار جرهام بيده وهو يقول لقد تقدمت بمشروع إنشاء قسم خاص الإغتيالات اعتدل مدير الموساد وانعقد حاجباه وهو يتطلع إليه بنظرة مستنكرة ولكن جرهام طابع في شيء من الصرامة بقاء دولة إسرائيل يعتمد أكثر ما يعتمد على قهر وهزيمة كل الأنظمة العربية المحيطة بنا وصح كل فكر يبرز داخلها وينادي بإزالتنا من الوجود وفي كثير من الأحيان ستواجهنا ألسنة عالية قوية لابد من إخراسها أي إن كان السمن قال مدير الموساد في حدة بالاختيال انعقد حاجب جرهام وهو يجيب في صرامة لم تتناسب مع فارق الرتب بينه وبين مديره بأية وسيلة كانت المهمة أن تبقى إسرائيل حتى لو أفنيناهم جميعا بلا رحمة لنص دقيقة كاملة ظل المدير يحضك في وجه جرهام ويدير كلماتي في رأسه قبل أن يعاود الجلوس خلف مكتبه وهو يقول في صرامة افتعلها افتعالا في صعوبة على كل الأحوال أنا مضطر لمساءلتك رسميا بشأن إصدارك قرار الاختيال وتنفيذه دون الرجوع لرؤسائك شد جرهام قامته وهو يجيب هو أنا مستعد لهذا ثم مال على مدير الموساد مضيفا ولكن من وجهة نظري أرى أن هذا خطأ كبير كبير للغاية وانعقد حاجب مدير الموساد أكثر ولم يفهم أبدا في حجرته الصغيرة جلس أدهم الشاب صامتا يفكر كل ما قاله شقيقه أحمد كان سليما تماما وهو محق فيه على نحو لا يقبل الشك الصفر من مصر ليس بالأمر السهل إنه يحتاج إلى إجراءات وأوراق وتفاصيل وتحريات وموافقة والأهم إنه يحتاج إلى جواز صفر حتى اغتيال والده كان يسافر كل مرة بجواز صفر دبلوماسي مؤقت تبدأ صلاحيته مع خروجه من البلاد وتنتهي بعودته إليها ولقد سلم جوازه إلى مكتب المخابرات الذي استخرجه له فور عودته من باريس إلى القاهرة في آخر رحلة ميدانية أرسله إليها والده قبل أن يغتال قتلة الموساد الأوغان وهو لا يحمل جواز صفر الآن لا يحمل الوثيقة الأساسية التي تتيح له الخروج من الحدود حتى ولو حصل على كل الموافقات الأمنية اللازمة وزميل والدي حسن لن يمنح الموافق على استخراج جواز صفر مادم يخشى أن يستخدمه في محاولة الصار المشكلة إذن صعبة لغاية صعبة إلى أقصى حد بل تكاد تكون مستحيلة جال الأمر في رأسه فما لا يسترخي على فراشه وأغلق عينيه وحاول أن يعيد دراسة الأمر في ذهنه مرة أخرى فيه هدوء أكثر وبعيد عن انفعاله بما أصاب والده الراحل وعلى دوء مناقشته مع شقيقه هناك شخصية تاريخية لا أريدك أن تنساها يا أدهم شخصية نابليون بونابارد ليس لتاريخ وأفعاله ولكن من أجل عبارة واحدة قالها وأريدك أن تتخذها نبراسا لحياتك كلها عبارة قال فيها إن قاموسه لا يحوي كلمة مستحيل ترددت عبارة والده الراحل في ذهنه وهو مسترخي على فراشه فأعلق عينيه بقوة أكبر وأطلق العنان لتفكيره بدون حد أقصى ما يريده يبدو مستحيلا فقط لو نظرنا إليه من المنظور التقليدي فلا أحد سيسمح له بالسفر إلى إسرائيل أو حتى بالخروج من مصر وهذا يعني أن الأمر يحتاج إلى حلول غير تقليدية حلول جريئة غير نمطية ومجنونة المشكلة هنا تنقسم إلى قسمين كبيرين للغاية وكلاهما أكثر صعوبة وخطورة من الآخر الخروج من مصر ودخول إسرائيل وإذا ما نجح في هذا وزاك فهناك المشكلة الأعظم إسرائيل نفسها ومن أول وهلة تبدو العملية كلها كمعضلة كبيرة وكأمر رهيب وقمة لا يمكن لغها أبدا حتى ولو تم حجد جيش كامل من أجلها وعلى رغم من هذا فهو يفكر في إنجازيها وحده بخبراته المحدودة وسنوات عمره القليلة وتلك النيران المستعرة في أعماقه نيران الثار ولهيب الانتقاء فهل هذا يكفي؟ هل تكفي إرادته وحدها لمواجهة دولة كاملة بعداتها وعتادها وأمنها وجيوشها وحلفائها؟ هل؟ الجواب المنطقي هو لا لا يمكن أن ينجح وحده في هذا من المستحيل أن ينجح من المستحيل تماما عند هذه النقطة فتح أدهم عينيه واعتدل جالسا على طرف فراشه في حرقة مارينا سريعة وتألقت عيناه ببريق عجيل وهو يغمغن بمنتهى الحزن والإصرار لقد قالها نابليون قديما لا وجود لكلمة مستحيل لثانية واحدة بعد أن قالها ظل جالسا على طرف فراشه ثم هب وقفا بحرقة قوية والتقط سمعت الهاتف المجاور لفراشه وطلب رقما خاصا يحفظه عن ظهر قلب وانتظر حتى سمع صوت محدثه على الطرف الآخر وهو يقول في طراخي من المتحدث؟ أجباه أدام في حزم؟ أنا أدهم أدهم صبري بدا وكأن كل الطراخي قد ذال من صوت محدثه وهو يقول في حماس أهلا يا أدهم يؤلمني جدا ما حدث الوالدك لقد كنت في الجنازة هذا الصباح وصفحت شقيقك ولكنك كنت منشغلا معه قطاه أدام في حزم؟ قدري أنا أحتاج إليك ولم يجب قدري على الفور ولكن كل ضر في كيانه ارتجفت ارتجفت بمنتهى القوة لا أستطيع أن أفهم وجهة نظرك نطقها مدير الموساد في عصبية شديدة وهو يواجه جرهام الذي ظل هادئا متماسكا وهو يقول على الرغم من أنها بسيطة ومباشرة للغاية لوح مدير الموساد بيده وقال في حدة اعتبرني غبيا أراد جرهام أن يقول إنه يراه كذلك بالفعل إلا أنه لم يقولها ولم يقول حتى ما يمكن أن يشير إليها وهو يشير بيده قائلا عفوا ولكن وجهة نظري أن المساءلة الرسمية تعني أوراقا وسجلات وتحقيقات وعشرات الأوراق التي يمكن أن تتصرب يوما فنكشف ما نحاول إخفائه بشدة قال المدير في صرامة القانون هنا يحتم كشف الوصائق بعد ثلاثين عاما أشعر جرهام بسبباته قائلا هزا لو أنه هناك وصائق تراجع المدير في مقعده ودعب ضقنه بسبباته وإبهامه وهو يتطلع إلى جرهام في عصبية قبل أن يعتدل بحركة حد قائلا هل تطلب مني إخفاء حقائق رسمية يا جرهام هزا جرهام رأسه نفيا في بط قبل أن يجيب في حزم بل طالبك بل لا تمنح المصريين فرصة للتفاوق علينا ولو في مجال الإعلام عقد مدير الموساد حاجبيه عندما سمع تلك الكلمة السحرية التي تثير وتستفز أي مسؤول إسرائيلي حتى يومنا هذا وقال في عصبية ولدها انفعالة لا يمكن أن أعفيك من المسائلة الرسمية متى جرهام شفتيه وكأنما لا يروق هذا القول فاستدرك المدير في سرع وتوتر إلا إذا التقط جرهام الجملة قبل أن تكتمل وتساءل في لهفة إلا إذا ماذا تطلع المدير إلى عينيه مباشرة في صم استغرق بضع لحظات قبل أن يجيب في صرام شديدة إلا إذا اقتنع رئيس الوزراء بوجهة نظرك تقلقت عين جرهام عندما سمع هذا وقال في لهفة هل يمكنك أن تعرض عليه مشروع أيضا؟ ردد المدير في حذر مشروعك؟ ما لا جرهام نحوه وتألقت عينها أكثر وهو يقول مشروع قسم الاغتيالات عدا حاجب المدير يلتقيان في شدة ونهض من خلف مكتبه في بط وعقد كفي خلف ظهره وهو يتجي إلى نافذة حجرته التي وقف عندها صامتا بدأ لحظات قبل أن يلتفت إلى جرهام في توطر ويتطلع إليه بنفس الصمت الصارم الذي دفع هذا الأخير إلى أن يقول في عمق وكأنه شيطان يبث ثمومه في نفوس البشرية كل أجهزة المخابرات القوية عندها قسم مثله المخابرات الأمريكية والسوفيوتية وحتى البريطانية لتنفيذ ما يطلق عليه اسم العمليات القذرة التي لا ينبغي إعلانها أو حتى لا يطرف بها ولكنها تزيح قبض بالغة الخطورة تهدد الأمن القومي وتحذف كم من هائلة من المشكلات التي يمكن أن تنشأ بسببها التقى حاجب المدير في شدة أكثر وهو يستمع إليه في صمت شجعه على أن يواصل متظاهرا بالحماس كسم الإغتيالات هذا قد يقف تلك العمليات الانتحارية العنيفة التي يقوم بها المخاربون العرب الذين يطلقون على أنفسهم لقب الفدائيين فلو اغتلنا قياداتهم سنكسر شوكتهم ونربك سفوفهم ونضيع عليهم وقتا طويلا في أعادة تنظيم سفوفهم وقبل أن يفعلوا نكون قد اغتلنا من تم ترشيحه فنربكهم أكثر وهكذا الأهم أننا نستطيع أيضا أن ندس عيوننا بين صفوفهم ونوحي إليهم عبرهم أن خصومهم هم من نفذ ذلك الاغتيال ثم نجلس ونستمتع بمرقبتهم وهم يتقتلون بعضهم البعض وينشغلون عننا تماما بدت الفكرة شديدة الأناقة بالنسبة لمدير الموساد ويمكنها على هذا النحو الأخير أن تقنع رئيس الوزراء بإنشاء ذلك القسم الجديد وفجأة برزت في ذهنه فكرة فكرة فجرت في نفسه انفعالا قويا فكرة مثيرة ومدهشة للغاية لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي استعاب ما قاله مدير الموساد على الرغم من حماس هذا الأخير الشديد للفكرة فانعقد حاجباه في غضب وهو يقول قسم خاص للاغتيالات أي نوع من الفكر هذا؟ أجابهم مدير الموساد بنفس الحماس فكرة عملي خالص ففي دولة نشأت على طرد السكان الأصليين من ديارهم مثلنا لابد أن تواجه حرقات مقاومة عنيفة ربما تستمر لسنوات طوال وستزعمها حتما بعض المتحمسين والمندفعين والمتهورين وسيكون من مصطحة إسرائيل وأمنها أن نقضي عليهم بأيات وسيلة كانت درب رئيس الوزراء بقبضاتي على سطح مكتبي قائلا في حدة باغتيالهم ألا تدرك حجم الأزمة التي أثرها رجلك ديفيد كرهام عندما اقتل رجل المخابرة المصفية في لندن؟ أجابه مدير الموساد في هدوء الأزمة يسيرها نواب لا يدركون حجم الخطر الذي تواجهه إسرائيل والذي ينبغي أمثالنا التصدي له ومنعه مهما كانت الوسيلة ويوما ما سيذكر لك التاريخ أنك الرجل الذي منح إسرائيل أمنا واستقرارا أبدياين العبارة الأخيرة جعلت رئيس الوزراء يعقد حاجبه مفكرا ويتراجع في مقعد في بطء ويقول ولكن ماذا عن المعارضة؟ أنت تعلم كم يتربصون بنا؟ جلد مائير تلك العجوز الشمطاء ده سعة طوال الوقت لرئاسة الوزراء وخبر كهذا قد يمنحها فرصة كبيرة للفوض بكل شيء مهلا مدير الموساد نحوه قائلا لذا فمن الضرورية اللي تعرف به ثم اعتدل مضيفا بابتسام صفراء هو قال لا يعلم به أحد تطلع إليه رئيس الوزراء في الصمت ورحة الفكرة تعبث برأسيه لحظات قبل أن يسأل في خفوت قلق هو ماذا تريدون مني؟ عاد يمين نحوه مغيبا في صوت أشبه بالفحيح موافقتك عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي تطلع إليه ببداع لحظات قبل أن ينهض من مقعده ويدور في المكان في توطر ويلوذ بالصمت التام الذي جعل مدير الموساد يقول بالصوت نفسه هالقانون يحتم هذا استدار إليه رئيس الوزراء قائلا في سخرية مريرة هالقانون؟ أي قانون؟ إننا نتحدث عن اغتيالات غير شرعية قال مدير الموساد في صرامة هو لكنها ضرورية متى رئيس الوزراء شفتيه وعد لتفكيره لدقيقة كاملة قبل أن يقول هالموافقة لابد أن تكون كتابية ليس كذلك؟ أجبه في حزم وقتضاب؟ بالطبع أطلق رئيس الوزراء زفرة متوترة وعد لتفكيره الذي لم يستغرق طويلا هذه المرة قبل أن يقول بلحجة من حسم أمره لا بأس من أجل مصلحة إسرائيل نوى له مدير الموساد طلب إنشاء القسم الجديد وهو يقول بنفس تلك الابتسامة الصفراء بالتأكيد وبعد التردد استغرق نصف دقيقة أخرى وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على قرار إنشاء القسم الجديد قسم الاغتيالات بدأ الاهتمام الشديد على وجه رجل المخابرات المصرية حسن وهو يراجع كل التقارير الأمنية الواردة من مطار القاهرة وقوائم الصفر الطويلة حتى إن مساعده سألوا في حيرة هل لماذا كل هذا الاهتمام بأحوال المطار؟ هل نخشى فرار جسوس ما؟ هز حسن رأسيه نفيا وأجاب؟ بلى إنني أبحث عن اسم أدهم ارتفع حاجب المساعد في دهشة وهو يتساءل أدهم أشار إلي حسن وهو يقول موضحا أدهم ابن مرحوم صبري تضعفت دهشة المساعد وتساءل في حيرة هو لماذا يسافر أدهم؟ أجابه حسن بكلمة واحدة نطقها في توطر بالا الانتقام اتسعت عين المساعد بكل دهشة الدنيا وهو يقول مستنكرا الانتقام وما شأن الشاب مثلي بهذه الأمور المعقدة قال حسن وهو يهز رأسه أدهم ليس شابا عاديا قال المساعد حتى ولو كان أقوى شاب في مصر لن يمكنه أن يواجه عمالقة المساد الإسرائيلي هم هم حسن من يدري هز المساعد رأسيه نفيا في القوة وقال في حزن ربما تبالغ في الإيمان بقدراته لأنك ساهمت مع صابري رحمه الله في تربية وتنشئته هو شقيقه عقب وفاة أمهما ولكنه في النهاية مجرد صبي لن يجد حتى الوسيلة للسفر إلى إسرائيل ولا حتى للخروج من مصر ألم تقوم بإلغاء جواز سفري الدبلوماسي بنفسك؟ تناهد حسن وهو يقول بلح ولكن هذا لن يمنعه قلب المساعد شفتيه قائلا كم تبالغ في ثقتك في قدرات صبي صغير هذا حسن رأسيه وقال لست أثق في قدراته كما تتصور وإلا لما أقلقني الأمر ولكنني أعرفه جيدا أعرفه أكثر مما تعرفه أنت بكثير وهذا ما يقلقني للغاية فأدهم على الرغم من صغر سنه يمتلك إرادة فلاذية تفوق إرادة رجال يبلغون ضعف عمره كما أن عناده وإصراره يفوقان إرادته ولو أنه أراد الانتقام لوالده فسيكون من شبه المستحيل أن تمنعه من هذا وصمت اللحظة قبل أن يضيف مهما حاولت صمت المساعد لحظة محاولا استعب هذا المنطق وعاد يقول في إصرار هذا لا يستطيع إقناعي هز حسن رأسيه مرة أخرى وقال سنرى نطقها في مزيج من التحدي والقلق والخوف بلا حدود استمع قدري إلى أدهم في اهتمام شديد واستطاع بسرعة أن يستوعب منطقه على الرغم من اعتراضه الشديد عليه ثم قال الواقع يا أدهم أنني أختلف معك كثيرا غمغم أدهم هذا أمر طبيعي أشار قدري بيدك قائلا أولا الصفر إلى إسرائيل ليس بالأمر السهل وحتى لو نجحت في دخولها فكيف ستتعامل داخلها وكيف سيمكنك أن تصل إلى قلب المساد الذي عجز الإسرائيليون أنفسهم عن الوصول إليه وحتى لو اكتست العقبتين الصابقتين وأصبحت داخل المساد نفسه فبقيت وسيلة ستعلم من المسؤول عن اغتيال والده وكيف ستصل إليه بل كيف ستنتقم منه لم يجب أدهم أي من تساؤلاته وهو يتطلع إليه بنظرة خاوية في صمت مما شجعه على أن يتابع أرأيت كم العقبات عليك تجاوزها أجابه أدهم في بطء كلها ليست بالصعوبة التي تتصورها حدق فيه قدري بدهشة ثم لم يلبس أن ابتسم مشفقا وهو يقول ربما تبدو هينة وأنت تنقشها هنا في مصر ولكن لو أصبحت في إسرائيل فاستختلف الصورة حتما بدأ أدهم هادئا أكثر مما ينبغي وهو يقول إنني أتوقع كل هذه الاحتمالات ولقد قمت بدراستها كلها سأله قدري هو إلى ماذا أوصلك هذا أجابه في حزن إلى ضرورة الصفر إلى إسرائيل وجاء الجواب مفاجئا لقدري بشدة الغائب شعرت السياسية الإسرائيلية جلدة مائير بقلق عارم عندما التقى بها رجل غامض في اكتماع حزبها وأخبرها أن مدير الموساد يرغب في مقابلتها سرا كانت تعلم أن النظام السياسي في إسرائيل جعل تبعية جهزة المخابرات لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية كالمتبع في الدول العربية وأمريكا ومعظم دول الأسيان ولقد دفعها هذا إلى التساؤل عما يريده منها مدير الموساد بالضبط أهو أمر يتعلق بأعلانيها ترشيح نفسها لرئاسة الوزراء في الدورة القادمة أم إنه أمر شخصي جاءت عشرة الأسئلة في رأسها ولكنها أجلتها لحين لقائها به وفي المكان الذي حدده وعبر وسائل معقدة ومحاطة بسرية بلغة التقى الطرفاء مدير الموساد وغلدة وفي اللحظة الأولى لقائهما بدت غلدة عدوانية وهي تقول لماذا طلبت مقابلتي؟ ابتسام مدير الموساد قائلا هو لما لا تجلسين أولا كررت في عدوانية صارمة لماذا طلبت مقابلتي؟ اتسعت ابتساماته وهو يقول لأمر يفيد حملتك الانتخابية إن عقد حاجبها الكثان اللازان يشبهان حواجب الرجال وتطلعت إليه بدل لحظات في الشك قبل أن تقول هو لماذا؟ تسأل في حذر لماذا يفيدك؟ قالت في حدة بل لماذا تفعل ما يفيدني؟ اكتفى بابتسامة هادئة فاستطردت في حدة أكثر المفترض أنك تتبع رئيس الوزراء الحالي قال في هدوء هذا صحيح بدأ عليها غضب واضح ويتقول أريد أن أفهم التكت سورة ضوئية لقرار رئيس الوزراء الأخير ونولها إياه قائلا ربما يجعلك هذا تفهمي اختطفت الورقة من يدي اختطافا والتهمت كلماتها في لحظات قبل أن ترفع عينيها إليه بحركة حادة هاتفة قسم للاختيالات هل تدرك أي ضجة يمكن أن يصيرها خبر إنشاء قسم كهذا؟ ابتسم مجيبا يمكن أن يمنح رئيس الوزراء الحالي فرصة مثالية لربح الانتخابات القادمة حدقت فيه مستنكرة فتابعة في ثقة أحد أهم مهام أي جهاز مخابرات في الدنيا أن يدرس داعيات القرارات والصدمات وأن يستطلع رأيه العامة لمعرفة ردود الفعل متوقع لأي قرار يصدر وأي موقف يحدث ومن هذا المنطلق تأكدنا من أن الشارع الإسرائيلي سيحسن استقبال مثل هذا الخبر الذي سيصير حتما حافظة البعض وربما أغضب البعض الآخر ولكنه سيؤدي وفقا لنسبة من سيتلقونه بارتياح إلى رفع أسهم رئيس الوزراء لأن معظم الإسرائيليين سيجدونها فرصة تتيح لهم التخلص من قادة المخاربين العرب الذين يذيقونهم الويلات ليلة نهار غمغمت في دهشة لقد تصورت العكس أشعر بيديه قائلا رئيس الوزراء أيضا يتصور هذا ثم مال نحوها مستطردا بابتسامة الصفراء ونحن لم نطمئنه إلى العكس عاد حاجباه الكثان ينعقدان وهي تنظر إليه في شك قبل أن تقول في حضر شديد ولماذا؟ أجابها في حزن لأن استطلعتنا أثبتت أيضا أن الإسرائيليون يميلون للجانب الآخر سمت اللحظة ثم أضاف إليكي تألقت عيناها على نحو تعارض مع بشرتها المتغضنة وهي تردد إلي أنا؟ أشعر بسبابته وإبهامه المتقاربين ولكن بالنسبة ضئيلة للغاية عادت تتجاهم فاستطرد ربما تمنحك هذه الورقة ما يكفيك تسألت في دهشة ولكن قلت قاطعها في سرعة ليس بإعلانها عاد الشك والحضر يعربدان في ملامحها ونظرتها فأضاف ولكن بالمساومة عليها اتسعت عيناها وقد استوعبت ما يعنيه وابتسمت ابتسامة مقيطة وهي تقول أظن أنه يمكن أن نتفاهم أشعر بيده قائلا لو قبلت العرض وسب شكلها وحضريها إلى زروتهما وهي تقول أي عرض ابتسم ابتسامته الصفراء البغيضة وهو يجيبها سأغبرك وانعقد حاجبها الكثان أكثر وأكثر وأكثر كما يفعل يوميا رجع حسن تقارير المطار الأمنية وقوائم المسافرين ثم غمغم محدثا نفسه لم يفعلها بعد فقد بدأ لحظات مفكرا ثم بدأ القلق يتسلل لنفسه أدهم لا يمكن أن يغادر مصر عبر الطرق الشرعية ورسمية ببساطة لأنه لا يحمل جوى الصفر ووفقا لتعليماته لن يمكنه أن يستخرج جوى الصفر من أي منفذ كان ولكن ربما يحاول التسلل عبر الحدود ربما يجد وسيلة ما أي توسيلة هو مثل أدهم لن يعدم الوسيلة مهما بلغت صعوبتها أو بلغت خطورتها تضعف قلقه مع الفكرة فضعت زر استدعاء أحد رجال الأمن وما اندلف إلى حجراته حتى قال بلهجة أمرة اذهب لمنزل مرحم صبري ورقب ولديه أدهم وأحمد طوال الوقت أريد أن أعرف أين يذهبان ومتى وكيف هل تفهم؟ أجبه الرجل في حزن؟ بالتأكيد يا سيد حسن غادر الرجل مكتبه وتركه يعود إلى قلقه أدهم عنيد للغاية هذه أبرز سماته ولقد واجه أجهزة مخابرات أجنبية بالفعل وقاتلها وانتصر عليها وهذا يمنحه الجرأة والصلاحية والإرادة بلا حدود وفتى بكل هذا حتى دون تلك القدرات الفائقة التي غرزها فيه والده يمكنه أن يتحدد دنيا كلها بكل مصاعبها وكل مخاطرها استغرقته الفكرة طويلا حتى لم يشعر إلا وهاتفه يرن فجأة وانتزعه من أفكاري في حد فاختطف سماعته وقال المتحدث في التوتر أنا المسؤول عن مرقبة منزل السيد صبري سأله في لهفة ماذا وجدت؟ أجابه الرجل الأخ الأكبر أحمد يستسكر دروسه طوال الوقت ولا يغادر المنزل إلا لماما سأله وقد تضعفت لهفته وماذا عن الأخ الأصغر أدهم؟ أجابه الرجل في أسف لا أحد يدري أين ذهب لقد اختفى اختفى تماما وكانت صدمة عنيفة بحق ارتبك مكتب أمن المطار في شدة عندما أجرى رجل المخبرات حسن ذلك التفتيش المفاجئ عليه وطلب مراجعة قوائم الصفر والتأكد من صحة اسم هوية أي مسافر بين الخامسة عشر والخامسة والعشرين وفي قلق جديد سأله رئيس المكتب هل ارتكبنا أي أخطاء؟ هز حسن رأسيه نفيا وهو منهامك في مراجعة القوائم وقال مطلقا سأله رئيس المكتب في دهشة أكثر لماذا هذا الاهتمام المفاجئ إذن؟ رفع حسن عينيه إليه مجيبا نبحث عن شاب نعتقد أنه قد صافر باسم مستعار وجواز صفر مزيف هاتف الرجل بسرعة؟ مستحيل ثم أضف وهو يشير إلى صالة الجوازات كل مواطن يغادر مصر لابد أن يتم التطقيق في أوراقه جيدا ومراجعة اسمه على قوائب المطلوبين والتيقول من أنه يحمل تصريحا بالصفر وقاطعه حسن في سرامة وماذا لو لم يكن مصريا؟ صدم السؤال الرجل فارتبك لحظة قبل أن يجيب في هذه الحالة نتأكد من أنه يحمل تأشير الدخول سليمة ومن أنه لم يتجاوز مدة إقامته وتردد لحظة قبل أن يضيف في خفوت فقط التقط حسن نفسا عميقا وقال وهنا تكمن المشكلة وعاد إلى القواء مرضفا للأسف وقفزت دهشة رئيس مكتب الأمن إلى ذرواتها فهو لم يفهم ما يعنيه هذا لم يفهم أبدا استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك الطلب الذي تقدمت به النائبة جولدا مائير لزيارته في دهشة حقيقية وحضر بلا حدود ولكنه وضع بطاقتها المهنية إلى جواره وهو يقول لمدير مكتبه دعها تدخل مضت لحظات قبل أن تدخل جولدا بجسادها المترهل وملامحها القبيحة وهي تقول بوكرتوف رد تحياتها بهم هم غير مفهومة ثم سألها في شيء من العصبية ماذا تريدين يا جولدا؟ أجابته في برود أن الطفق سألها في سرعة فيما؟ أجابت وهي تنظر إلى عينيه مباشرة في أن أنتزع منك مقعد رياسة الوزراء عبارتها جعلت عينيه تتسعان في شدة وجعلته يحضق فيها ذاهلا قبل أن يقول في غضب حاد هل جوننتي؟ هزت كتفيها قائلة؟ ربما ثم أخرجت الورقة التي تحوي صورة قراره بإنشاء قسم الإغتيالات ووضعتها أمامه قائلة هو ربما تقنعك هذه ألقى نظرة مستهترة على الورقة ولكنه لم يكاد يدرك فحواها حتى امتقع وجهه وقال في شحوب وهو يختطفها من أين حصلت عليها؟ ابتسمت حينما رأته يمزقها وأجابت إنها واحدة من ألف نسخة أحتفظ بها في خزانتي بدأ شديد الشراسة وهو يسألها من أين حصلت عليها؟ استرخت في مقعدها وقد راق لها غضبه وقالت لتستفزه أكثر يمكنك أن تقول إنه لدي جاسوس وسطكم قال في حدة في قلب المساد أو مأت برأسها إيجابا وهي تكرر في قلب المساد تفجر الغضب من ملامحه وعينيه وبدأ للحظة وكأنه سينقض عليها إلا أنه لم يلبس أن تراجع وجلس على مقعده قائلا هو بما يمكن أن تفيدك هذه الورقة أجابته تساعدني على ربح المعركة رمكها بنظرة صامتة طويلة قبل أن يسأل هو ماذا لو أنني رفضت التنازل عن مقعد رئيس الوزراء؟ أجابته في السرامة سأعمل على نشرها رمكها بنظرة طويلة أخرى ثم استغرق في التفكير بدأ لحظات قبل أن يشير بيده قائلا أريد فرصة للتفكير نهضت قائلة يوم واحد فقط قال في سرعة بل يومين افتسمت وهي تنصرف قائلة هذا يكفي ظل ينظر إلى الباب الذي غلقته خلفها في صمت وتفكير عميقين ثم لم يلبس أن التقط سماعة هاتفه وقال أرسل في طلب مدير المساعد فورا وأعاد السماعة وشبق أصابع كفيه أمام وجهه وهو يعاود التفكير بمنتهى العمق بدأ أحمد صبري شديد الشحوب وهو يدور في صالة منزله في توطر شديد ويجيب حسن قائلا لست أعرف بالتأكيد أين أدهم لقد استيقظت هذا الصباح فلم أجده في فراشه ولا في أي مكان آخر بالمنزل وصمت لحظة قبل أن يضيف عصبية وهو يخرج من جيبه ورقة صغيرة لم أجد سوى هذه اختطف حسن الورقة من يده متصورا أنها ستحوي اسم المكان الذي ذهب عليه أدهم ولكنه فجأ بأنها لا تحوي سوى كلمة وحدة اغفر لي انعقد حاجب حسن في شدة ما الذي تعني هذه الكلمة؟ ما الذي يقصده أدهم؟ لماذا ترك هذه الورقة خلفه؟ لماذا؟ هل تعتقد أنه أقدم على الانتحار؟ ألقى أحمد السؤال في توطر بالغ فانتزع حسن من أفكاره وجعله يقول في سرعة وحزم مستحيل كاد يكتفي بهذا الجواب إلا أنه لم يلبس أن أضعف أدهم ليس من ذلك الطراز الذي يواجه أزمتي بالانتحار إنه شاب قوي أقوى مما تتصور بكثير تطلع إليه أحمد لحظة في صمت ثم غمغم هأعلم هذا طوى حسن الورقة ودسها في جيبي وهو يقول أعتقد أنه قطرقها لأنه أرادك بكل بساطة أن تغفر له هتف أحمد هأغفر له ماذا؟ التقط حسن نفسا عميقا وتطلع إليه لحظة قبل أن يجيب في حزم رغباته في الانتقاء اتسعت عين أحمد عن آخرهما وحفر الإرتيع ملامحي على وجه وهو يغمغم رباه الانتقام أمأ حسن برأسي إيجابا واتجه نحو أقرب مقعد إليه وهو يقول هذا ما كنت أخشاه تمتم أحمد في شحوب وأنا أيضا جلس حسن وهو يقول ووفقا لهذا أظنني أعلم أين ذهب أدهم بالضبط سأله أحمد وقد بلغ شحوبه منتهاء أين كان يعلم الجواب مسبقا وعلى الرغم إن هذا فقد عجلت سقاه عن حمله عندما أجاب حسن في مرارة إسرائيل والمدهش أنه كان على حق تماما سؤال عندما دلف مدير الموساد إلى مكتب رئيس الوزراء كانت شفتا تحملان تلك الابتسام الصفراء البغيدة التي استفزت رئيس الوزراء أكثر وهو يقول في الصرامة غاضبة من الخائن من رجالك تظاهر مدير الموساد بالدهشة وهو يقول خائن ليس بيننا خائن يا سياد رئيس الوزراء ساح فيه رئيس الوزراء بل هناك خائن خائن نجح في الحصول على صورة من قرار إنشاء ذلك القسم الجديد وقدمها لقمة سائغة للنائبة جلدة فأتات لتساومني عليها هنا في مكتبي رفع مدير الموساد حاجبيه في دهشة مصطنعة وهو يقول في مكتبك رمقه رئيس الوزراء بنظر صارمة وكأنما يعلمه أن هذا الإسلوب لم ينطل عليه فتابع مدير الموساد ولكن تساومك على ماذا؟ أجبه في حنق هل مقعدي ابتسم مدير الموساد وهو يقول لا تقبل المساومة احتقنا وجي رئيس الوزراء وهو يقول كيف؟ إنها تملك ورقة شديدة الخطورة ورقه لابد أن تعلم من نقلها إليها بالضبط هزر رجل رأسي فيه دوء وقال هذا مستحيل تقريبا فهذه الورقة عبارة عن قرار رسمي بإنشاء قسم جديد مما يعني ضرورة أن يتدوله أكثر من عشرة أشخاص على الأقل وأن يعلم به ما لا يقل عن سبعة عشر أخرين صحى به رئيس الوزراء هو تطلق على هذا اسم السرية؟ هز الرجل كتفيه هذه المرة وقال كلهم رجال مخابرات هتف رئيس الوزراء محنقا؟ حقا؟ التقط مدير الموساد نفسا عميقا وأجب في صرام حقا؟ احتقن وجه رئيس الوزراء أكثر وقرار تجاوز الأمر وهو يقول في عصبية هو كيف لا أقبل مساومة جلدة؟ أخرج مدير الموساد من جيبه ورقة ناولها لرئيس الوزراء قائلا بهذا الإسلوب التقط رئيس الوزراء الورقة وفضها في حذر كانت تحوي نتائج استطلاع الرأي التي تشير الارتفاع أسهمه بين جموع الناخبين لو تم كشف القرار وتلقت عين رئيس الوزراء هذا يعني أنه ليس مضطارا لقبول ما تقوله جلدة ليس مضطارا لمساومتها أو حتى مقابلتها وفي لهفة واضحة سأل مدير الموساد فأنت واثق من هذه النتائج؟ أجبه في حزم تمام السيقة تلقت عين رئيس الوزراء وهو يعود إلى مكتبه ويلتقط سماعة هاتفي الخاص ويطلب رقم جلدة التي ما أن أجابته حتى قال في سرامة هاردك مرفوض يا جلدة وصفق الهاتف وجهها في عنف ورفع عينيه الظافرتين إلى مدير الموساد الذي ابتسم ابتسامة واسعة ابتسامة صفراء بغيدة على الرغم من شعور قدري بالتوتر الشديد وهو يقف أمام حسن داخل منزله هو إلا أنه حاول التماسك بقدر الإمكان وهو يقول أدهم تقصد ذلك الصبي ابن السيد صبري رحمه الله استسمت ابتسامة ضيق على وجه حسن وهو يتطلع إلى قدري في صمت قبل أن يتخذ مجلسا وهو يقول اسمع يا قدري ربما تتصور نفسك ممثلا بارعا ولكن يؤصفني أن أخبرك أن هذا لن يجدي نفعا قل لي هل بدأت تدريباتك لدينا أجابه قدري في حضر ليس بعد أهم أحسن برأسي متفاهما وقال لو أنك بدأت لأدركت أن أحد أهم الأمور التي يتضرب عليها رجل المخابرات كاشف ردود الأفعال الصغيرة والإرادية التي يقوم بها المرء عندما يلجأ إلى الكذب لقد أمسكت يوم نجب يسراك وضغطت عليها دون مبرر وارتفع حاجباك دون الحاجة لهذا وتحدثت في بط لتزن كل حرف قبل أن تنطقه وبالنسبة لنا تعتبر كل هذه علامات مؤكدة على حال تكذب ارتسم الزعر لحظة على وجه قدري قبل أن يغمغم كنت أعلم أنني سأفشل سأله حسن في سرامة هأين ذهب أدهم تردد قدري وقال في عصبية لقد أقسمت سأله في اهتمام على ماذا؟ أجبه في عصبية على كتمان السر إنعقد حاجبا حسن في السرامة وماذا لو أكبرتك؟ أجبه في سرعة لن تفعل بدت الدهشة على وجه حسن ربما لأن قدري قد أصاب كبد الحقيقة مباشرة ولوهلة لذى بالصمت التام وهو يتطلع إليه ثم يقول في بطء ربما أبلغ الجهاز و قاطعه قدري بنفس السرعة لن تفعل مرة أخرى تسبت الدهشة على وجه حسن ولكنه في هذه المرة هتف لماذا تلثق في هذا؟ أشار قدري بيده قائلا لأنك أتيت وحديك لو أنك ترغف أن يعلم جهاز المخابرات بما يحدث لأحضرت مساعدا واحدا معك على الأقل ولكن الواقع أنك لا ترغف في هذا حتى لا تكون السبب في إضافة نقطة سوداء إلى ملف أدهم يمكن أن تعقل تحقي بالجهاز في المستقبل ولقد أتيت وحدك لأنك تريد أن تعرف أن تطمئن وليس أن تعاقب أو تردع لم يستطع حسن على الرغم من الموقف إخفاء بهاره بقدري وإعجابه بأسلوبه في التفكير منطقي منظم ولما يقرب من ضغيقة كاملة يظل يتطلع إليه في الصمت قبل أن يقول هل تبر بقسمك دائما؟ أجبه في حزم دائما وصمت اللحظة ثم أضاف وبالذات مع أدهم ابتسم حسن وقال يدهشني أن تربطك به صدقة قوية إلى هذا الحد في هذا الزمن القصير تنهد قدري قائلا وأنا أيضا كان حسن يبحث عن سؤال يمكن أن يدفع قدري للإفصاح عما لديه دون أن يحنث بقسمه فسأله ما الأوراق الرسمية لسه نعطها مؤخرة بدأ أن قدري قد فهم اللعبة ولكنه أجاب في حضر جوى الصفر فرنسي وبطاقة هوي اكتفى بهذا القول فسأله حسن إسرائيلي جاوبه بهزة رأس حذرة فتنهد في ارتياح قائلا هذا يكفي قالها وغضر المنزل على الفور ليراجع قوائم الصفر الأخيرة بحثا عن شاب فرنسي له سمات أدهم لقد فهم اللعبة أو أنه يعتقد هذا سيسافر أدهم بالجواء الصفر الفرنسي متقن التزوير ويحمل تأشير الدخول مزورة إلى فرنسا ومنها إلى إسرائيل ولو تحرك في سرعة فقد يستطيع إيقافه في باريس لم يدري وهو ينطلق بسيارته إلى المطار متجاوزا السرعات القانونية أن تحركه قد بدأ متأخرا متأخرا تماما بدت النائبة الإسرائيلية جلد مائير شديدت العصبية والتوتر وهي تلتقي بمدير المساد سرا في تلك المنطقة النائية من تل أبي وقالت في حدة ما معنى هذا بالضبط لقد أخبرتني أن هذا الأمر سيجب الرئيس الوزراء على الانسحاب وبناء عليه فقد قمت مواجهته ولقد بدت شديد التوتر عند إيز مما جعلني واثقة من أنه قد انضحر ثم إذا به فجأة يبدو قويا متماسكا ويرفض عرضي بكل ثقة فما تفسيرك لهذا؟ أجبها مدير المساد في هدوء ربما وصله التقرير الرسمي الذي يشير إلى تصاعد أسهمه في حال تعلان الأمر هتفت مندهشة؟ مستحيل وهل يمكن أن ترتفع أسهمه بالفعل مع أعلان أمرك هذا؟ تظهر بالأسف وهو يقول هذا ما أصفلت عنه نتاج استطلاع الرأي الذي طلب مني إعدادها شخصيا انعقد حاجبها الكثان في توطر شديد وهي تقول إذن فقد خسرت هذه الجولة هز رأسه نفيا في بطءه ويقول ليس بالضرورة التفتت إليه متسائلة في توطر ما الذي يعني هذا؟ حافظ على ابتسامته الخبيثة لحظات قبل أن يميل نحوها قائلا لقد أعطانا موفقته رسمية على إنشاء قسم الإختيالات ومن الممكن رسميا أن نبدأ عملنا فورا أهم غمت في حضر؟ أمر طبيعي؟ تراجع قائلا ماذا إذن؟ لو بدأنا باغتيال أحد زعماء المقاومة الكبار على نحو يستفز المجتمع الدولي كله ويثير غضب الحليف قبل العدو تألقت عيناها وهي تقول في انفعال ها أندئس سينقرب الكل على إسرائيل وسيصبح رئيس وزرائها في موقف لا يحسد عليه قولا مشيرا بيده وإذا ما ظهرت الوثيقة في تلك اللحظة أكملت في حماس ستنهر أسهمه تماما أشعر بيده مبتسما فسألته في لهفة وهل يمكنك أن تفعل هذا؟ بدت ابتسامته شديدة الخبس وهو يجيب أنا في خدمة رئيسة الوزراء وما لا نحوها مرة ثانية مضيفا القادمة وتألقت عين جلد مائير ومنتهى الشدة طلعت موظفة الصفارة الإسرائيلية في باريس إلى ذلك الشاب الأشقر الهادئ الذي يجلس أمامها بعينيه الزرقاوين حاملا آل التصوير بسيطة على كتفه وراجعت هيئته مع تلك الصورة في جواز سفري الفرنسي قبل أن تسأله ولماذا تريد الصفر إلى إسرائيل؟ بدأ شديد الحماس وهو يجيب لفتتكم في كل مكان تدعو الناس للصفر إلى إسرائيل ونشراتكم السياحية تحوي عشرات المشاهد الجميلة التي يسيل لها لعب أي مصور سألته في حضر هل تعمل بالتصوير؟ ابتسم في خجل وهو يجيب بل أدرسه في حزب ثم أخرج كومة من الصور من جيبه وضعها أماميها قائلا انظري هذه الصورة اتقطتها للرهبان في طايوان وهذه صورة لمعبض قديم في نيو ديله وهذه قطعته وهي تعيد الصور إليه في دجار هذا جميل ستجد عشرات المناطق لتستحق التصوير في إسرائيل استعاد الصور وهو يقول متحمسا بالتأكيد الأحياء القادمة في القدس والمتاجر العامة في تل أبيب ومزرع البرتقال و قطعته مرة أخرى ادفع الرسوم وعود غدا لتتسلم تأشيرتك سيعطونك إصالا باستلم جواز سفرك لم يبدي اهتماما شديدا وكأنما كان يتوقع الحصول على التأشيرة وسألها في شيء من حماس الشباب ملامحك شرقية جميلة هل يمكنني التقاط صورتك؟ أشارت بيدها في حزب ضغر كلا هذا غير مسموح التالي هتفت نادي التالي على أمل التخلص من ملل ذلك الفرنسي الأشقر الذي لم لم صوره وأعادها إلى جيب سطرته وغادر المكان ليحصل على إيصال استلام جواز سفره ويغادر السفارة كلها الأمور تسير وفقا لخطته حتى هذه اللحظة وتماما كما علمه والده الراحل وكما دربه عميد متقاعد كانوا وما زالوا يعتبرونه من أبرع المخططين في عالم المخابرات فقد وضع خطة مركبة معقدة حاول من خلالها أن يضع كل الاحتمالات في اعتباره يستعد لكل التطورات حتى العسير منها وها هو زال الآن في قلب باريس يحمل جواز سفر فرنسي وبطاقة هوية جامعية شددت الإتقان صنعتها أصابع قدر الذهبية وانتظر الحصول على تأشير الدخول إسرائيل على نحو رسمي ولكنه مضطر للانتظار ليوم كامل 24 ساعة يمكن أن يحدث فيها الكثير والكثير جدا راجع مدير أمن المطار قوائم المسافرين للمرة الثانية قبل أن يقول لحسن في قلق ثلاثة شبان تنطبق عليهم وصفات نفسها سفروا خلال 24 ساعة الماضية في طريقهم إلى باريس اثنان منهم فرنسيين يحملان تأشير الدخول سليمة والثالث ابن دبلوماسي نيجيري يحمل جواز سفر أحمر قال حسن في حزم راجع تأشير الدخول ثلاثتهم في السجلات الرسمية وراجع كل قوام الوصول لتتيقن من أنهم دخلوا البلد بالفعل سأله مدير الأمن في حضر حتى نيجيري أجبه في حزم حتى نيجيري أشعر مدير أمن المطار إلى مساعده ليقوم بهذا العمل وهو يسأل حسن في قلق واضح ولكن لماذا لم تتضمن المواصفات التي أرسلتموها إلينا وصفا تفصيليا لملامح وجهه وجنسياته كما كنتم تفعلون من قبل عقد حسن حاجبيه وهو يجيب لا يمكننا أن نضمن كيف سيبدو سأله في حضر أتعني أنكم لم تتأكدوا من هوياته بعد سمت حسن لحظات قبل أن يجيب ربما يدهشك أننا نعرف هوياته جيدا غمهم في دهشة مزائزا زفر حسن في توطر وقال يمكنك أن تقول أنني نواجح شبلا متميزا أحسن تدريبه وتربياتي على نحو المدهش وهو الآن يطمح إلى النضوك ولعب دور الأسد تزايدت دهشة مدير أمن المطار وهو يقول وهل من المفترض أن أفهم هذا؟ أجبه حسن في حازم كلا لم يكد انطقه حتى عدا المساعد قائلا لقد عرفنا من المنشوط التفت إليه الإثنان في لحفة فوضع أمامه مورقه قائلا المراجعة أثبتت صحة تأشير الدخول الناجري وأحد الفرنسيين أما الثاني فتأشيراته مزورا حتما لأنها غير واردة في سجلاتنا رسمية سأله حسن في لحفة وهو يلتقط سماع التليفون مكتب الأمن هما اسم الثاني أجبه على الفور جان كلودرينيا أسرع حسن يطلب رقم مساعدي في الجهاز ولم يكد يسمع صوته عبر الهاتف حتى قال في حزن اتصل بسفاراتنا في باريس هورا وأطلب من ملحقنا العسكري هناك أن يبلغ السلطة الفرنسية عن مصري شاب يحمل جواز صفر مزيف باسم جان كلودرينيا ومنحه أوصاف ابن صبري وعندما وضع سماعة الهاتف كان يشعر أن الحلقة بدأت تضيق حول تهور أدهم الشاب وبمنتهى الإحكام مسألة أمن انعقد حاجب مدير أمن السفارة الإسرائيلية في شدة وهو يراجع أوراق الشاب الفرنسي الأشكر الذي طلب الحصول على تأشير الدخول إلى إسرائيل وغمغمه وهو ينقر صورته بسببته بصور جامعي ولماذا يسافر طالب فرنسي إلى إسرائيل في موسم الدراسة تساعدت نبرة شاك في أعماقه ووصل النقر على صورة الشاب الأشكر بسببته بدأ الحظة قبل أن يلتقط سماعة هاتفه ويطلب رقما داخليا ليقول في لهجة أميرة أحصل على سجلات كل الجامعة الفرنسية ودورات التدريب الخاصة التي تقدم دروسا في التصور الضوئي وأبحث فيها جميعا عن هذا الاسم ألقى إليه اسم الشاب ثم عاد ينقر بأصابعه على الصورة وكأنه يحاول النقر على صاحبه شخصيا ثم لم يلبس أن التقط سماعة هاتفه مرة أخرى وقال في سرامة صلني بتال أبيب ورد التحدث إلى أدون جرهام ديفيد جرهام شخصيا مضت لحظات قبل أن يرتفع رانين هاتفه فالتقط السماعة وقال جونسون من أمن سفر باريس أتى صوت خاشن يحمل نبرة سرامة يقول ديفيد جرهام لقد طلبت التحدث إليه شخصيا أهتدلت جونسون في احترام وهو يقول بالفعل يا أدون جرهام أعتقد أنه لدي ما يوهم منه سأله جرهام في اهتمام هو ما هو؟ أجابه في اهتمام أكثر؟ لدي هنا شاب تقدم بطلب الحصول على تأشير الدخول إلى إسرائيل وتنطبق عليه المواصفات العمرية والجسادية لذلك الشاب الذي طلبت البحث عنه والذي أفسد إحدى عملياتنا هنا من قبل بدأ جرهام شديد الاهتمام وهو يسأله أهو شاب نفسه؟ ارتبك جونسون وهو يجيب لم نطيقن بعد ولكننا نتحرى أمره سأله جرهام في بوت هو ما الذي دفعك للشك في أمره أجابه هو قد استعد تماسكه لقد طلب الصفر إلى إسرائيل أثناء الدورات الدراسية رسمية وليس في موسم الصيف غمغم جرهام شك مقبول ثم استطرد في حزم هو متى ستضايق قانون من أمره؟ أجابه في حضر خلال دقائق لم يكاد ينطقها حتى دخل أحد مساعديه المكتب وهو يشير بيده فقال لجرهام في لهفة واضحة اللحظة يا أدن جرهام والتفت إلى مساعده قائلا هناك دارس واحد بهذا الاسم ولكنه في الثالثة والخمسين من عمره تألقت عين جونسون وعد بسرعة إلى جرهام قائلا أدن جرهام لقد تيقن وصمت لحظة ليزيد من تأثير الأمر قبل أن يضيف إنه زائف خيل إليه أن شبكة الهاتف تنقل إليه الاتماعة عين جرهام قبل أن يقول اسمعني جيدا إذن يا جونسون سأخبرك كيف تتعامل مع هذا الأمر ورح يتحدثان بعد ذهب ومنتهى الاهتمام لساعة كاملة أو يزيد أنهى الملحق العسكري المصري اتصاله مع جهة أمنية فرنسية قبل أن يقول في اهتمام شديد لقد توصلنا إليه إنه يقيم في فندق صغير بالقرب من الحي اللاتيني لقد أعطوني رقم حجرته وسنذهب إليه فورا سأله أحد رجال أمن السفر في اهتمام هل سنلقى القبض عليه؟ أجابه وهو يسرع إلى الخارج كلا سنتحفظ عليه في حزم والسيد حسن طلب أن نستخرج له جواز صفر أو صيقة صفر لنعيده إلى القاهرة تابعه إثنان رجال الأمن وانطلق الثلاثة في سيارة تحمل أرقام دبلوماسية إلى الحي اللاتيني حيث توقفت بهم أمام ذلك الفندق الصغير فهبط الملحق العسكري وسأل موظف استقبال الفندق عندك نزيل يقوم في الحجر رقم 710 تحت اسم جان كلودرنيا أهو في حجراته؟ أجبه الموظف فيه دوء لا سأدري لقد تسلمت نوبتي منذ أقل من ساعة واحدة ولكنه لم يترك مفتاح حجراتي هنا لذا لم ينتظر الملحق العسكري حتى يتم الرجل حديثه وإنما اندفع مع رجليه نحو المسعد وأشار الملحق إلى أحدهما ليصعد في درجة السلم في حين استقل هو المسعد مع الثاني إلى الطابق السابع وعندما التقى الثلاثة أمام باب الحجرة وقف رجلا على جانبيها في حين ترك الملحق العسكري بابها وقال بفرنسيا سليم خدمة الغرف انتظر الحظاث ومقرر النداء وعندما لم يطلق دوابا أشار إلى أحد الرجلين فأخرج من جيبه آده رفيع دسها في ثقب مفتاح الحجرة وأدارها على نحو خاص فرفتح الباب وبقي الرجل في الخارج في حين تلف الملحق العسكري مع الرجل الثاني إلى الداخل وأغلق الباب خلفهما ولثواني أدار الملحق العسكري عيني في الحجرة قبل أن يغمغم المكان مرتب على نحو يوحب أنه لم يقضي فيه وقتا طويلا قال الرجل المصاحب له يبدو لي أنه لم يقضي فيه لحظة حدة توقف بصر الملحق العسكري عند من ضد صغيرة مجاورة للفراش وهو يقول ولكنه ترك جواز سفري هنا التقت جواز السفر وفتحه ليرقي نظر على صورة صاحب واسمه قبل أن يغلقه ويقول في حنق لقد خدعنا جميعا سأله الرجل في قلق هذا ليس جواز سفره أجابه في سخت بل هو جواز سفر يحمل اسم جان كولودريني أتعلم ما الذي يعنيه تركه له هنا؟ أطلت تساؤل من عين الرجل فأضاف فيه غضب أنه يصخر منا ويبلغنا على نحو غير مباشر أنه يحمل الآن اسما مختلفا سأله الرجل في دهشة أي اسم؟ أجابه الملحق العسكري بمنتهى الصخط من يدري؟ نعم من يدري نطق أدهم الاسم في هدوء وهو يقدم ذلك الإصال الذي تسلمه من الصفر الإسرائيلية إلى مسؤول بيوت الشباب في باريس والذي رجع الإصال في اهتمام قبل أن يسأله في آلية أين تقيم يا موريس؟ أجابه أدهم في هدوء في كانياء أغمى الرجل برأسي متفاهما وهو يسأله هو لماذا ستسافر إلى إسرائيل؟ قال أدهم جدتي لأمي تقيم في القدس وسأذهب لزيارتها أعاد إليه الرجل ذلك الإصال وقال يمكنك أن تقيم هنا ليلتين في حز وعليك أن تبحث عن مكان إقامة بعدها لو لم تغادر باريس أغمى هما أدهم لو صارت الأمور على ما يرام سأسافر غدا ليلا إلى تل أبيب قال الرجل هذا أفضل اذهب وابحث عن مكان لنومك في نفس اللحظة التي دلف فيها أدهم إلى بيت الشباب خفض أحد رجال المستد في باريس من ظاره عن عينه وقال لزميله الذي يقود السيارة إنه هو سأله زميله في اهتمام هل التقاط له مجموعة صور كافية؟ أغمى الأول برأسه إيجابا وقال من كل الزوايا قال زميله في حز فلنرسلها إلى أدن جرهان فورا حتى يتخذ القرار بشأنه وأخرج مسدسه وسحب مشته مستطردا وسننتظر الأمر بتنفيذ وعندما ارتد مشته مسدسه مصدرا زلك الصوت المعدني كانت عقارب الساعة تشير إلى أن الليلة ما زالت في بدايتها ويا لها من ليلة انعقد حاجب حسن في شدة وهو يراجع في ذهنه ما أخبره به الملحق العسكري للسفر المصرية في باريس وللمرة الأولى تثير برعة أدهم حنقه لقد كان دوما شديد الإعجاب به ومتابعا جيدا لتطوراته وكم أسعده أن يكتسب مهارات جديدة وعديدة وكثيرا ما كان يشفق على شبابه من هذه الحياة القاسية من انشغاله الدائم بتطوير مهاراته وقدراته وسعيه الدقوب لامتلاك واكتساب مهارات جديدة حتى ما لم يلقنه إياه والده لقد شغف باللعبة وانغمس فيها حتى النخاع ولم يعد يفكر في سواها صار يبحث عن مهارات جديدة مهارات مدهشة ومختلفة متبينة وها هو زاف عمره هذا يستخدم ما اكتسبه من مهارات لخداع الجميع وبلا استثناء لقد خدعتني قالها حسن في غضب وهو يواجه قدري في منزل هذا الأخير الذي حافظ على تماسك ملامحه وهو يهز كتفيه المقتزتين قائلا لقد أجبت أسئلتك بكل صدق قال حسن في غضب أخبرتني أنك سنعطي جواز صفر فرنسيا وحدا هز قدري رأسي قائلا مطلقا لقد سألتني عن آخر ما صنعته فأخبرتك أنه جواز صفر فرنسي وهوية إسرائيلية ولكنك لم تسألني عن ما صنعته من أجل أدهم بالتحديد بدأ الغضب على وجه حسن وهو يقول حسنا هو من الذي صنعته من أجل أدهم ابتسم قدري في خبس وهو يجيل لقد أقسمت ألا أفشي السر سأله في حدة كم جواز صفر فرنسي صنعته في الأونة الأخيرة أجبه في هدوء إثناء سأله في اهتمام غاضب بأية أسماء سمت قدري رحظة ثم أجب في حذر أدهم اختر الإسماء ضم حسن شفتي في صخط شديد ومن الواضح أن قدري لن يفشي السر لن يخن أدهم قط نهما حدث ومهما كان ما يتعرض له وكم حاولة أخيرة قال حسن في صرامة أستطيع إيقاف التحاقق بالمخابرات هز قدري كتفيه مرة أخرى وقال لا بأس أنا لم أسع إليك قال حسن في حدة ألا يعنيك أن تلطحك بجهز المخابرات قال قدري في هدوء يعنيني كثيرا بالتأكيد ولكنه لا يساوي أن أخن صديق كاد حسن يصرخ في وجهه مهددا إياب الفصل المسبق من المخابرات ولكن عقله أوقفه كم هو رأي هذا النموذج الذي يراه أمامه إنه لم يتردد لحظة في تضحية بفرصة عمره حتى لا يخن صديقه فماذا سيفعل من أجل وطنه وعلى الرغم من غضبه وحنقه أدرك أن هذا بالضبط هو النموذج الذي يبحثون عنه النموذج البارع الواسق العنيد والمخلص وفي لهجة ماريرة غمغم حسن أتدرك من الذي يمكن أن يواجه صديقك في حمقته هذه؟ سمت قدر لحظات قبل أن يجيب في بطء وخفوط خطر الموت سأله حسن ألا ترغى في إنقاذه من هذا؟ هاتف قدري بسرعة وانفعال وبشدة ثم تراجع مسترزا في أسه ولكنني لا أستطيع اترى الطريقة غمغم حسن حتى لو قاطعه قدري في توتر أي إن كانت النتائج أنا أؤمن به وبقدرتي على حسن تقييم الأمور والتعامل معها ومدام قد اتخذ قرارا فلا توجد قوة في الأرض يمكنها منعي من تنفيذه تطلع إلي حسن لحظة ثم قل في حزم هتعتقد هذا؟ أجبه قدري دون تردد بالتأكيد نهض حسن قائلا في الصرامة سنرى قالها وانصرف قلع صفة طريقا قدري خلفه يتساءل في قلق شديد ترى هل يمكن أن يواجه أدهم وحد كل هذا؟ في تلك الأونة لم تكن أيهزة الفاكس معروفة ولم تكن هناك شبكة انترنت سوفي الاستخدامات العسكرية السرية المحدودة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لذا فقد تم إرسال الصورة بالراديو وهي وسيلة نقطية قديمة ترسل الصورة لاسلكيا نقطة بنقطة لذا فعندما تسلمها جرهام لم تكن بالدقة الكافية إلا أنه نقلها إلى قسم خاص في الموساد مهماته يتوضيح الصورة النقطية إلى أقصى حد ممكن وعندما عادت إليه الصور بعدها استدعى خبيرا خاصا إلى مكتبه ورح معه يراجعان الصور بعدسة خاصة ويقارناها بالرسوم التي صنعها فريق مستعريب الموساد للشاب الذي أفسد عملياتهم سابقا وبعد نصف الساعة من الفحص والتطقيق اعتدل الخبير قائلا في حسم إنه هو تقلقت عيني جرهامه ويقول عظيم لقد أثلقت صدري ثم التقط جهاز الهاتف وقال عبري في حزم ثم تعرف تم تعرف العنصر المعادي اعملوا على تصفيتي فورا قالها وهو يعلم أن أوامره ستصل إلى فريق الاغتيالات خلال دقائق معدودة وبعدها تتنتهي العملية التمعت عين القاتل الموساد المحترف عندما تلقى الأمر بتصفيت أدهم فورا وربطا على مسدسه المختفي خلف سترطه وقال لزميله عظيم تمنى لي حظا موافقا همهم زميله بكلمات مبهمة وأشحب وجهه في توطر فابتسم القاتل وغادر السيارة واتجه نحو بيت الشباب في هدوء ودفع الباب في رفق وهو يدخل أحجرة مسؤول المكان قائلا ليلة سعيدة أين يقتن موريز ديلا ذلك الشاب الأشقر الذي وصل منذ ساعة تقريبا سأله المسؤول في شك هو ما صلتك به أجبه في هدوء وابتسامة أنيقة صلة واسيقة للغاية سأله الرجل في شك صارم هل يمكنك تثباتها أجبه بنفس الابتسامة الهادئة بالتأكيد واستلم مسدسي وألصق فواتي بجابة الرجل مستطردا هل علمت صلتي به الآن؟ أنا قاتله ارتعدت أوصال الرجل وكاد يسقط فاقد الوعي وهو يقول إنه في الحجرة الرابعة الفراش الصفلي الأيمن هز القاتل رأسيه دون أن يفقد ابتسامته وقال لست أدري ماذا أقول وضغط زناد مسدسي المزود بكات من الصوت في هدوء شديد فصدرت منه فرقع مكتومة شديدة الخفوط امتزجت بصوت اختراق رصاصة لجمجمة الرجل الذي سقط جثة هامدة دون أن يصدر عنه أثنى صوت وفي هدوء عجيب ترجع القاتل قائلا شكرا لك على أي حال ثم استدار واتجه إلى الممر الذي يضم حجرة الشباب وهو يستعد بمسدسه وتلك الابتسام المقيت على شفتيه وبدأت الليلة الرهيبة ليلة الدم راجع الملحق العسكري في صفارة مصر في باريس تقارير الأمن والمتابعة اليومية ثم قال لمساعده في اهتمام إذن فلم تعثر عليه أجابه مساعده كل رجالنا معهم نشرب أو صافة ويبحثون عنه في كل شبر من العاصمة وسيواصلون بحثهم دون توقف حتى آخر لحظة سأله هو ماذا عن وطر أورلي أجابه في حسم إثنان رجالنا هناك ويراجعون قوائم المسافرين بالتعاون مع السلطة الفرنسية طوال الوقت تنهد الملحق العسكري مغمغما هتعشم عن نصف رهازة عن نتائج جابية واصل مراجعة التقارير قبل أن يقول في توطر الإسرائيليون نشطون الليلة هناك تقرير يقول أن أحد قتلتهم هنا قال مساعده مؤيدا لقد تم رصده في أحد الضواحي أمام مجمع بيوت الشباب انعقد حاجب الملحق العسكري في شدة وهو يردد بيوت الشباب تراجع في مقعده وشبق أصابع كفيه أمام وجهه وهو يدرس كل المعطيات في عمق وبسرعة ربط عقله بين كل المعطيات أدهم والإسرائيليون وقاتل محترف وبيوت شباب وفي لحظة واحدة التحمت المعطيات كلها في رأسه فهب من خلف مكتبه وفتح أحد الأدراب والتقط منه مسدسا دسه في حزامه وهو يقول لمساعده في حزم أريد فريقا من تقم الأمن الخاص سنتجي فورا إلى منطقة بيوت الشباب سأله مساعده في قلق هل تعتقد؟ أجابه قبل حتى أن يتم سؤاله لا يوجد تفسير سوى هذا واندفع نحو الباب مستطردا في توطر هل مهم أن نصل في الوقت المناسب؟ نعم ليس المهم أن يصله المهم أن يتم هذا بسرعة وفي الوقت المناسب عبر قاتل المسيد المحترف ممر حجرات النوم في خطوات واسعة سريعة حتى بلغ الحجرة الرابعة فابتسم ابتسمة سخيرة وغمغم هتعشم أن يروك لك على الجحيم أيها المصري ودفع الباب بقدمه في عنف وثبت داخل الحجرة أطلق ثلاث رصاصات صامتة على الفراش الأيمن السفلي وفجأة انقض عليه أدهم من الفراش الأيصر العلوي في عنف وهو يقول أخطأت يا هذا اختل توازن القاتل المحترف مع انقضادة أدهم فاندفع إلى الأمام وارتطم بالفراش المزدوج أمامه وعندما ارتد عنه لواجه خصمه ركل أدهم المسدس من يدي صائحا إلى الخارج مع صيحاته اندفع ثلاثة شباب من تحت الأسرة وغادروا الحجرة الصغيرة في رعب هائل في حين انقض القاتل على أدهم صائحا هل تتصور نفسك بارعا أيها المصري وهو على وجهه بلكمة عنيفة مستطردا هيهات كانت اللكمة كافيلة بتحطيم أسنان أدهم إلا أنه مال بحرك بارعة متجاوزا تلك اللكمة ليختل توازن القاتل المحترف مرة ثانية فيستقبله أدهم بلكمة عنيفة في أنفه وهو يقول لا ستتصور هذا ثم أعقبها بثانية أكثر عنفا في فكه مستطردا بل أثق في هذا غامث الدنيا من معين قاتل المساد وحاول أن يبحث عن مسدسه الذي سقط من يده مع افتطامه بالفراش المزدوج ولكن أدهم ركل المسدس بعيدا وهو يقول يمكنك أن تنساه ثم كان له لكمة ثالثة مرضفا ودعنا نرى مهاراتك اليدوية استقبل قاتل المساد اللكمة في راحاته على الرغم قوتها وهو يقول في غضب صار لا بأس وما دامت هذه رغبتك وفي حركة مباغتة رقل أدهم في ساقه رقل عنيفة أعقبها بلكمة في فكه ألقت أدهم على الفراش المجاور فمال الرجل في سرعة ليلتقت مسدسه وهو يقول في حدة ولكن الدرس سيكون قاسيا في نفس اللحظة التي أمسكت فيها أصابعه مسدسه وثبأ أدهم بحركة شديدة المرونة فارتد عن الفراش وقفز متعلقا بعنق القاتل وهو يهتف كم أتوق لهذا؟ دار القاتل حول نفسه في غضب محاولا الإفلات من أدهم المتعلق بعنقه والذي يضغط عليه في قوة ورح يطلق رصاصات مسدسه في ثورة فانطلقت الرصاصات الصامتة تغوص في الصقف والقدران ثم لم يلبس أن تراجع إلى الخلف في حركة سريعة ليضرب أدهم في الجدار في عنف مرة وثانية وثالثة ولكن أدهم ظل متشبثا بعنقه وبمنتهى القوة ولقد شعر القاتل بأنه يخطنق ويخطنق لذا فقد استل من جيبي خنجرا حادا رفعه بحرق يائسة أخيرة ليطعن أدهم في يده وما إن لمح أدهم هذا حتى أفلت يده في سرعة ودفع القاتل بقدمه في ظهره بعنف ليلقيه على الفراش المواجه وفي سرعة مدهشة اعتدل القاتل وظهر لواجه أدهم وصرخه ويصوب إليه مسدسه خسرت أيها المصري وضغط الزناد بكل قوته جلس رجل المساد الثاني متوترا داخل تلك السيارة خارج بيوت الشباب الفرنسية وألقى نظر عصبية على ساعته مغمغما ماذا يفعل كل هذا الوقت؟ لقد تخلص من آخر عملية في نصف هذا الوقت كان يلقي نظر أخر على ساعته عندما شعر بفواها باردة تلتصب بعنقه وخلفها صوت الصارم يقول أرهن أنك هنا لغرض حقير انت فضى رجل المساد وأدرب صريف عصبية ليجد الملحق العسكري واقفا ويداه في جيب معطافه وإلى جواره أحد الرجال الأمن الخاص بالسفارة وهو الذي يلسك فواهة المسادس بعنقه وقال في توطر ليس من المفترض أن تفعله هذا هنا أجابه الملحق العسكري في الصرامة أمور عديدة ليس من المفترض أن تحدث ولكنها تحدث ثم سأله في قصوة أين زميلك القاتل؟ أجابه رجل المساد في عصبية ابحث عنه بنفسك تجاهل الملحق العسكري جوابه وأشار إلى إثنين أخرين من رجال الأمن الخاص فاندفع نحو بيوت الشباب وهم يستلان مسدسيهما في تحفز في حين التفت هو إلى الإسرائيلي قائلا تمنى لو أن زميلك لم يتم مهمة الحقيرة فلو أنه فعلها فلن أجد من أقتص منه سوائك هتفه رجل المساد في عصبية؟ ليس هذا من حقك أجابه الملحق العسكري في حدة؟ وماذا عن قتل الشباب العربي؟ أهو من حقكم؟ عقد الإسرائيلي حاجبيه دون أن ينطق بكلمة أو يحاول مجادلة الملحق العسكري الذي أظهر عينيه إلى مدخل بيوت الشباب في ترقب متوتر وهو يتساءل هل وصلوا بالفعل في الوقت المناسب؟ هل؟ ولم يكاد التساؤل يستقر في ذهنه حتى رضد المكان كله دوير رصاصة رصاصة قاتلة ربما تعني أن القاتل المساد قد أنجز مهمته بنجاح حتى عندما خطت ديفيد جيرهام لاغتيال الصبري في لندن وربما على مدار حياته كلها لم يشعر أبدا بمثل هذا التوتر الذي سيطر على كيانه كله وهو ينتظر أخبار اغتيال أدهم الشاب في باريس شيء ما في أعماقه كان يختلف هذه المرة يختلف تماما شيء ما كان ينبئه بأن هذه العملية وعلى الرغم مما تبدو عليه من بساطة لم تمر بيسر كمعظم العمليات قبلها ومن الناحية المنطقية لم يكن لديه سبب لهذا الشعور أي سبب؟ ولكنها حاسة خاصة ليست حاسة رجل مخابرات بل غريزة ذئب ذئب وحشي مفترس اعتدى دراسة خصمه وتقييمه جيدا قبل الدخول معه في معركة مباشرة وخصمه على رغم صغر سني كان يبدو قويا خبيثا بارعا ومراوغا ثم إن الجرأة التي أبدها من قبل كانت توحي بأنه سيقاتل باستماتة وحتى آخر رمق العزاء الوحيد هو أن من أرسلوا لاختياله واحد من أقوى وأمهر وأبرع قتلة المساد الذين ربما لم يفشلوا فيه مهمة من قبل قط وملفه يقول إنه سينجح في هذه المرة أيضا بكل المقاييس لماذا يشعر إذن بكل هذا التوتر والقلق؟ لماذا؟ لم يستطع حسم أمر نفسه فهز رأسي في قوة وكأنما يطرد منها الفكرة ثم التقط سمعت هاتفه وطلب رقما داخليا ولم يكد يسمع صوت محدثه حتى قال في صرامة خاشنة هل وصلت أخبار من باريس؟ أتى صوت محدثه يقول في سرعة لقد تسلمنا برقية مشفرة من مسؤول المتابعة هناك ولم تتم ترجمتها بعد قام جيرهام توطره وهو يقول أرسلها لي فور ترجمتها وأنهى الاتصال قبل حتى أن يستمع إلى الرد ثم التقط ملف القاتل المحترف وهو يغمغم في عصبية لم يفشل في مهم قط كان يحاول مراجعة الملف للمر الخامسة عند مرن هاتفه فالتقط سماعاته في لهفة متصورا أنه مسؤول الشفرة ولكنه فجي أبو مدير المساد يقول في لهجة أقرب إلى السرامة جيرهام احضر إنا مكتبي فورا انعقد حاجباه وهو يغمغم كما تأمر أنهى المحادثة وعاد حاجبا ينعقدان وهو يتجه إلى مكتب المدير وفي رأسي تدور عدة أفكار متدخلة لماذا هذا الاستدعاء العجل الآن؟ أهو أمر يخص عملية باريس أم ماذا؟ وصل إلى مكتب المدير قبل أن تحسم كل الأسئلة في رأسه وغمغم وهو يدلف إليه متوترا لقد وصلت بأسرع ما يمكنني تجاهل المدير عبارته وهو يقول في حماس عجيب لقد بدأنا توقف يسأله في حضر بدأنا ماذا؟ ما للمدير نحوه مجيبا بنفس الحماس؟ الاختيالات انعقد حاجبه جيرهام في توتر صار في كيانه كله وهو يحضك في وجه المدير وقد خطر بباله أنه يشير إلى عملية باريس بالتحديد وفي عصبية أشار بيده قائلا عملية باريس ليست قاطعه المدير في دهشة عيت عملية ثم مال نحوه مستطردا الاختيال سيتم هنا في القدس تراجع جيرهام بحركة حدة قائلا في استنقار في القدس التقت المدير ورقة من سطح مكتابه ودفع نحو جيرهام قائلا سنغتال هذا حدق جيرهام في الورقة بدهشة قبل أن يقول في حدة هذا بالذات لا يمكننا اغتياله في القدس قال المدير في حدة أكثر ولماذا؟ أجابه وقد تجاه الأفارق المنصب لأنه المتحدث الرسمي باسم فلسطيني واغتياله هنا سيشير بأصابع الاتهم إلينا مباشرة ولن يمكننا حتى أن ندعي البراءة كان هذا بالضبط ما ينشده مدير الموساد الذي قال في سرام خطأ ستختاله مجموعة من المستعربين على نحو يوحي بأنه خلاف فلسطيني فلسطيني و قاطعه جيرهام مستحيل هذا الرجل بالذات يحظى بتأييد معظم الفصائل و قاطعه دخول سكرتير المدير الذي ارتبق قائلا مع زرة ولكن قسم الشفرة يقول أنها برقية عاجلة من باريس ولابد أن تصل لأدن جيرهام فورا اختطف جيرهام البرقية من يدي اختطافا والتهم كلماتها القليلة في لحفة قبل أن ينعقد حاجبه في شدة لقد دخل المصريون اللعبة في باريس الآن أدرك لماذا يشعر بالقلق والتوتر الآن فقط لم يكاد دوير رصاص ينطلق داخل بيت الشباب الباريسي حتى انعقد حاجب الملحق العسكري المصري في شدة وهو بمسدسه على رأس رجل المساد الثاني وهو يقول في عصبية هالوقت لن يتسع لك قالها واندفع نحو بيت الشباب مع من تبقى معه قبل حتى أن يسقط رأس رجل المساد على مقود السيارة وانطلق يعدو عبر ممرات المكان وقع بصري في البداية على المسؤول المصاب رصاص في جبهته ولكنه لم يتوقف عنده لحظة واحدة إنه يبحث عن أدهم فقط أدهم وعندما بلغت إلك الحجرة التي تنبعس منها جلب واضحة وثب داخلها وهو يشهر مسدسه في تحفز ثم توقف عندما رأى رجليه هناك وأحدهما يتصعد الدخان من فواهة مسدسه في حين سقط قاتل المساد بينهما صريعا والدماء تسيل في ثقب في الرأسه فقال في التوتر شديد لقد تطورت الأمور أكثر مما ينبغي لن تمضي دقائق حتى يقتضي المكان برجال الشرطة الفرنسية هز الرجل رأسه وهو يعيد مسدسه إلى غمده قائلا لم يكن هناك مفار كان يهم بإطلاق النار على الشاب الذي أتينا من أجله وعندما رأانا أضار فواهة مسدسه نحوي وكان من الطبيعية أن أشعر إليه الملحق العسكري يستوقف قائلا أين الشاب إذن؟ تلفت رجلا حولهما وقال الثاني في دهشة كان هنا قبل لحظة واحدة من وصولك شعر الملحق العسكري بدهشة عارمة وهو يتلفت حوله مغمغما في غضب مستحيل تنهى إلى مسامعهم صوت أبواق سيارات الشرطة الفرنسية تقترب فقال في عصبية لم فر لابد أن نصارف على الفور سأله أحد رجاله وهم يندفعون خارج المكان هو مزعن الشاب أجباه في توطر سنوصل البحث عنه سأله آخر في حيرة أين؟ انعقد حاجبه في شدة ويقفز في سياراته مجيبا سنبحث في باريس كلها وانتلقت بهم السيارة قبيل لحظات من وصول الشرطة الفرنسية وهو يستدرك في عصبية مضطرين لم يكن يدري كيف اختفى أدهم دون أن ينتبه إليه محترفون مثلهم كيف؟ الليل ماذا تعني بأنكم قد فقدتم أثره؟ ألقى حسن السؤال في غضب هادر وقبضته تكاد تعتصر سماعة الهاتف واشتعد في أعماقه جزوة رجل المخابرات فسيطر على عصابه وهو يستطرد كيف هارب منكم؟ أجبه الملحق العسكري لسفارتنا في باريس وهو يشار بضيق أقرب إلى الاختناق لا أحد يدري لقد وصلنا في الوقت المناسب وأنقضناه من أحد أخطر قتلة المساء ثم فوجئنا بأنه ليس بيننا ولقد مشطنا موظم شوارع باريس حتى مطلع الفجر ولم نعثر له على أدنى أثر إنعقد الحجب حسن في ضيق وهو يقول هل تبخر أم ماذا؟ غمغم الملحق العسكري يبدو أنه طلق تدريبا كبيرا على التخافي وسط المدن على الرغم من صغر سنه تمتم حسن في حنق هذا صحيح قال الملحق العسكري ولكن هناك نقطة إيجابية وحدة سأله في لهفة وما هي؟ أجبه في الصرع وكأنما وجد في هذه الإيجابية الوحيدة مخرجا لقد عرفني الإسم الذي سيتعامل به سأله حسن في لهفة أكثر وما هو؟ أجبه بنفس الصرع مورس دي لعو وزاد نعقاد حاجبي حسن لقد تضرب أدهم جيدا بالفعل تضرب على يد والده وذلك العميد العبقري لم يتضرب الاكتساب مهارات قتالية في حزب ولكن الاكتساب القدر على التخطيط والتدبر أيضا ومن الواضح أن موهباته قد ساعدته كثيرا في المدمارين إنه يقاتل وهو دون العشرين كما لو كان رجل عمليات خاصة في أوأخير العشرينيات من العمر ويخطط كخبير محنك من والده اكتسب حكمة القتال بأعصاب هادئة وترون مدروس ومن العميد اكتسب مهارات وضع الخطط المتكاملة وسد كل الثغرات المحتملة وحتى غير المحتملة لهذا صفر بجواز صفر يحمل اسما مختلفا عن الاسم الذي ينوا استخدامه هنا في قلب باريس ولكن حتى خطتي المتقنة هذه تحوي صغرة صغرة كبيرة تلك الصغرة التي تتواجد حتما في كل نظام أمني مهما بلغت دقاته ومهما بلغت إحكامه ففي باريس سيحمل اسم موريس دي لو وسيحصل على تأشير الدخول إسرائيل ويسافر إليها بالاسم نفسه وهذه النقطة الضعف كبيرة أريدك أن تراقب مطار أورلي جيدا نتقاها حسن بمنتهى الصرامة فاعتدل الملحق العسكري في باريس وتسأل بكل اهتمامه هل تعتقد أنه سيسافر بالاسم نفسه؟ أجابه حسن في حزن ليس أمامه سوى هذا وصمت لحظة ثم أضاف في توتر من حسن حظنا في نفس اللحظة التي نطق فيها عباراته كان مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية يواجه مفتش الشرطة الفرنسية ألان قائلا في توتر لا هذا الرجل الذي تحمل صوراته لا يعمل في السفاراتنا هنا بل ربما لا يكون حتى إسرائيليا ما للمفتش ألان نحوه قائلا في شيء من السرامة كيف تفسر ماصرعي في بيت الشباب إذن؟ وهو يحمل جواز صفر دبلوماسيا هذا مسؤول الأمن كتفيه وقال هل تأكدتم أولا من أنه جواز صفر صحيح؟ سمت مفتش الشرطة الفرنسية لحظات قبل أن يقول في سرامة نعمل على هذا الآن شد مسؤول الأمن قامته وقال وقد استعاد بعض الثقة اثبت صحة انتماء إلينا أولا إذن ثم عود إلى هنا حتى كان مفتش ألان في وجهه بدل حظات ثم أشعل سيجارة فرنسية قصيرة وقال في سرامة هل واقع أنها كانت ليلة طويلة بالفعل بدأت ببلاغ عن دوير صاصة في بيت الشباب الرئيسي مما جعلنا نسرع إلى هناك حيث وجدنا سيارة تقف أمام بيت الشباب وبداخلها شخص فقد الوعي مصاب بضرب عنيف على رأسه ويحمل جواز صفار إسرائيلي دبلوماسي وداخل بيت الشباب نفسه عثورا على جسد المسؤول الليلي مصابا براصصة في جبهته وعلى جسد إسرائيلي آخر يحمل جواز صفار دبلوماسيا أيضا مصابا براصصة في رأسه داخل إحدى حجرات المكان ولقد روى لنا الشباب المظهور قصة تبدو أشبه بالمغامرات السينمائية وعلى الرغم من غرابتها اتفق الكل على صحتها وأخبرنا الشاب إسرائيلي من نزلاء البيت أن بطليها كان يتحدثان بالعبرية مما يشير لصحة جواز صفر السريع سأله مسؤول الأمن في حضر هو ماذا عن السين رمكه المفاتش ألام بنظرة حذرة وهو يجي كان شابا مراهقا ولكنهم يؤكدون أنه كان يقاتل كأربع محترفين قال مسؤول الأمن الإسرائيلي في بط وما أدراهم ظل عليه المفاتش بنظرة متوترة متسائلة جعلته يستطل ما أدراهم أنه يقاتل كالمحترفين انعقد حاجب المفاتش وهو يقول صارما لم يكن قتلا عاديا على أي حال هذا مسؤول الأمن الإسرائيلي رأسي ثم قال بكل السرامة ليس لدي ما أجيبك به في كل الأحوال صمت المفاتش لحظات ثم غمهم هذا ما توقعته ثم ملن نحوه مضيفا في السرامة ولكن لو بلغت كأية معلومات فأنا أتوقع أن قاطعه مسؤول الأمن في السرامة أنا أتوقع تصالى رسميا من وزارة خارجياتكم تراجع المفاتش وقد استوعب المعنى وغمغم بالتأكيد ثم غادر المكان دون كلمة إضافية فغمغم مسؤول الأمن في سخت مجرد فتا واندفع عائدا إلى مكتبه ثم التقط سمعت هاتف داخلي وقال في عصبية إنه الفجر ولم تعثر على ذلك الشاب بعد أتى صوت مسعدي يقول في توتر ليس له أدنى أثر لقد قاطعه في غضب لا أريد سمع تفاصيل تلقى بيب تطلب ذلك الشاب ولابد أن تحصل عليه غمغم مساعدة لقد أطلقنا كافة رجالنا ونبز القصرة جهدنا قال مسؤول الأمن في حدة من الواضح أن هذا لا يكفي سمت المساعد تماما وهو لا يجد بالفعل جوابا مناسبا فتابع مسؤول الأمن بنفس الحدة خذ كل ما يلزمك من مال ورجال ارشي كل من يمكنك رشوته وبعد كل من يعترض طريقك ورقب السفارة والمطار وكل ما كان يتردد عليه غرباء أريد هذا الشاب بأي ثمن هل تفهم بأي ثمن سألهم مساعدة تردد حيا أم ميتا وهنا صمت مسؤول الأمن تماما لقد أخبره أدن جرهام أنه يريد هذا الشاب ولكنه لم يحدد قط حيا أم ميتا أم مازا أريد حيا بالطبع أجاب جرهام سؤال مسؤول الأمن سفارة إسرائيل في باريس في حدة شديدة جعلت هذا الأخير يتبق وهو يغمغم ولكنك في مضى أرسلت قتلا محترفا لقاطعه جرهام في حدة كان هذا فيما مضى سأله مسؤول الأمن في حضر وماذا تغير أجابه في غضب المصريون دخلوا اللعبة ويبحثون عن الشاب أيضا مما يوحب أنه يمثل لهم أهمية كبيرة والسؤال هو لو أنه ينتمي إليهم ويدين لهم بالولاء فلماذا يبحثون عنه ولماذا يفره منهم بدأ الأمر محييرا بالفعل لمسؤول الأمن الذي غمغم نعم لماذا؟ قال جرهام في سرعة هذا ما ينبغي أن نحصل على جوابه ولا يمكننا التخلص من ذلك الشاب قبل أن تعرف أية أهمية ومثلها للمصريين قال الرجل في حماس فهمت أجابه جرهام في سرامة ابحث إذن عن ذلك الشاب واحرص على أن تصل إليه قبل المصريين واحرص أقصر على أن يظل حيا قال مسؤول الأمن في حزم سأفزل قصر جهدي أنهاج جرهام الاتصال وتراجع في مقعده يعيد دراسة الأمر كله منذ البداية لقد ظهر ذلك الشاب في باريس من قبل وأفسد عملية كاملة لمستعريب المساد دون أن يعرف أحد من هو بالضبط ثم اختفى كانوا يعرفون أنه مصري وأنه ما زال لم يكتاز مرحلة المراهقة وأنه يجد القتال والمواجهة كألف ألف رجل ولكنهم يجهلون تماما من هو وكيف اكتسب كل هذا في سنوات عمره القليلة كيف وعندما تصوروا أنه قد ذهب بالعودة فوجئوا به يظهر مرة ثانية وكما اختفى فجأة في المرة الأولى كان يحمل اسم أدهم صبري ولكنه ليس اسمه الحقيقي ليس كذلك حتما صحيح أن جواز سفره كان يحمله ولكن ها هو زا يحمل جواز سفر آخر باسم مختلف في هذه المرة جواز مثل اسمه فرنسي من الواضح إذن أنه يحمل دوما أسماء مختلفة وجوازات سفر متعددة تماما مثل أي محترف ولكنه ما زال صغير السن وهذا في حد ذاته لغز لغز يحتاج لجواب وإلى الإقاع بذلك الشاب وبأي ثمن صمت لحظات مفكرا فيه عمق قبل أن يضغط زرا على سطح مكتبه قائلا في صرامة أريد تذكر بالدرجة الأولى على متن أول طائرة تغادر ترل أبي سأله مساعدة في اهتمام إلى أين؟ أجابه منتهى الصرامة باريس ثم أنهى الاتصال وعدى تراجع في مقعده ويعيد دراسة الأمر كله في رأسه ألف مرة لو أن السفارة الإسرائيلية تعرضت لتهديد إرهابي بنس فيها لما أحاطت نفسها بكل هذا القدر من الحراسة والحماية لقد بدت في ذلك الصباح أشبه بقلعة حصينة أحاطت بها رجال الأمن والحراسة في كل جان وانتشرت على سطحها فرق المرقبة ومكافحة الإرهاب وتم تفتيش كل من يدخلها على نحو جعل معظم الناس تحجيم عن مجرد الاقتراب منها مما أثار غضب السفير الإسرائيلي الذي استدعى إليه مسؤول الأمن وقال له بمنتهى الصرامة أية حمقة تلك لاترتكبها هذا الصباح إننا ندعو الناس ليلة نهار لزيارة إسرائيل محاولين إزالة الخوف من قلوبهم تجاه ما يفعله المخاربون العرب هناك ثم تأتي أنت لترهب كل من يقترب من الصفارة سأتقدم بشكوى رسمية في هذا الشأن لرئيس الوزراء شخصيا أجابه جونس في برود اشكي لكل من ترغب يا سيد السفير إنها إجراءة أمن وأنت خير من يعرف عندما تعلق الأمر بأمن إسرائيل فالأمن واحد صاحب الكلمة دون سواه قال السفير في غضب حتى لو أساء هذا إلى إسرائيل زمجرة جونسون مجيبا حتى لو تخلصنا من نصف سكانيها من أجل هذا انتقع وجه السفير وصمت بدل لحظات عاجزا عن الكلام قبل أن يغمغم في حصبية شديدة سأتقدم بالشكوى على أي حال قال جونسون افعل أرجوك ثم التفت إلى أحد رجاله قائلا وقد تجاهل السفير تماما ألم يأتي بعد هز الرجل الرأسي نفيا وقال ليس بعد ثم تردد اللحظة قبل أن يستطرت في حضر ولست أظنه يأتي إن عقد حاجب جونسون وهو يقول في صرامة ولماذا؟ أجابه في سرعة قبل أن يمنعه توطره لأنه يعلم أننا نبحث عنه وفي موقف كهذا ومع من نحيد بالصفارة من إجراءات أمن لست أظنه يقترب حتى منها قال السفير في حنق هذا بالضبط ما أردت قوله التفت إليه جونسون في عصبية ولكنه تابع في حدة المفترض أمنيا لأي شخص عاقل أن تتم كل هذه الإجراءات في سرية بلغة بحيث لا يشعر المستهدف بأنه كذلك كان هذا صحيحا تماما من الناحية المنطقية والأمنية أيضا وهذا يعني أن جونسون قد ارتكب خطأا جسيما للغاية والأسوأ أنه لم يعد باستطاعاته التراجع مهما قال ومهما فعل وبكل توتر الدنيا راح يدير عينيه فيما حوله وفيما أمر به لقد خالف المبدأ الأمني الرئيسي وتصرف بعصبية شديدة أفقدته الحكمة والقدر على استبصار الأمور بروية وزكاء وجرهام لن يخفر له هذا أبدا وكعادتي سيسعى لتدميره بمنتهى العنف وهل الرغم منه ارتجف جسديه كله واتسعت عينيه عن آخرهما ولا ريب في أن هذا بدى واضح على ملامحه حتى أن السفير قد اتسم في شاماته قائلا أدركت الخطأ ها؟ أليس كذلك؟ تطلع إليه جونسون في عصبية دون أن ينبسك بانتشفة لم ينطق ولم يكن باستطاعاته أن يفعل لقد أخطأ وليس باستطاعاته أن ينكر هذا ليس باستطاعاته أبدا أدن جونسون هطف بها رجل الأمن في انفعال شديد فالتفت إليه جونسون في لهفة ليضيف وهو يشير أمامه هاو ذا واتسعت عيني جونسون عن آخرهما فعلى عكس كل التوقعات كان الشاب يدخل إلى السفارة الإسرائيلية بمنتهى الهدوء واستقا وكان هذا بالفعل مفاجأة أقوى وأكبر مفاجأة هذا الشبل ارتفع حاجب قدري بمنتهى الدهشة والاستنقار وهو يحضق في وجه حسن غير مصدق لما سمعه منه واستغرق تحديقه فيه نصف دقيقة كاملة قبل أن يهز رأسيه في عنف قائلا ذهب إلى السفارة الإسرائيلية بعد كل ما روايته ليه قلب حسن كفيه وهو يقول بصوت مختنق هذا آخر ما توقعنا جميعا الكل يطارده ويبحث عنه في قلب باريس وهو يعلم أن الإسرائيليين يسعون لغتياله بعد أنسه لهذا أمس بالفعل وهذا يعني أنهم قد كشفوا أمره على نحو أو آخر غامهم قدري في توطر؟ جواز الصفر متقن للغاية هز حسن رأسيه نفيا وقال في حسم المشكلة لا تكمن في جواز الصفر ولكن في المواجهة السابقة على الأرجح تراجع قدري متمتما هل تعتقد هذا؟ أمأ برأسيه إيجابا فغرق قدري في أفكاره بدل حظا قبل أن يقول في حيرة شديد لماذا يعود إليهم إذن؟ زفر حسن في توطر مغمغما لديه خطة ما حتما هدف قدري في عصبية؟ أي خطة؟ قلب حسن كفيه مرة أخرى وهو يمت شفتي في يأس قبل أن يقول عندما أبلغوني بالأمر منذ دقائق قليلة لم أصدقه في البداية ثم سرعان ما أدركت أن أدهم يمتاز بتركيبة عقلية غير تقليدية وبجرأة وثقة بالنفس بلا حدود تمتم قدري في عصبية؟ هو بما يمكن أن يفيد هذا لو حسن بيده قائلا هذا يساعده على القيام بخطوات تخالف كل توقعات الجميع وربما تبدو حمقاء في البداية ولكنها حتما تستند إلى منطق ما أو إلى خطة معقدة نادرا ما يضعها بنجاح عقل شخص واحد وصمت لحظة شرد خلالها بصره وكأنما يستعيد ذكرى قديمة قبل أن يتابع ولقد دربه على هذا لعب شطرانج شديد البرعة ارتفع حاجب قدري في دهشة وهو يغمغم شطرانج؟ أو ما أحسن برأسيه وقال على الرغم من المرارة والحزن المطلين من عينيه نعم يجد شطرانج لحد مذهل حتى أنه يلاعب نفسه لساعات وساعات ويدور دور اللاعبين في الوقت ذاته وخاصة بعد أن أقعدته إصابة عنيفة في ميدان القتاء غمغم قدري في الحرب سمت حسن لحظات قبل أن يجيب في بوت في الحرب التي لا تنتهي أبدا وسمت لحظة أخرى ثم استطرد في خفو حربنا أدرك قدري ما يعنيه على الفهور وسمت تماما دون أي تعليق وشاركه حسن صمته المهيب لحظات ثم قال في حزن والآن أما زلت السر على كتمان السر وطرك أدهم يواجه مصيره وسمت قدري أو أنه واصل صمته لحظات أخرى لحظات طوال للغاية كان يوازن الأمر في رأسه أو يحاول هذا لقد وعد أدهم بكتمان السر مهما حدث ومهما تطورت الأمور ولكنه يشعر أن الأمور قد تطورت بسرعة وأن الموقف صار شديد الخطورة إلى أقصى حد وهذا ضعه في موقف شديد الصعوبة وأمام اختيار بالغ الخطورة هل يمنحه ما يريدون؟ أم يمنحه ثقته في أهلك المواقف؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ ماذا؟ مع غرابط الموقف رح جسد جونسون يرتجف على النحو غريب على الرغم من تماسكه الخارجي وهو يستقبل أدهم عندما دخل السفارة قائلا في صوت أراده صارما قاسيا ولكنه خرج على الرغم منه مرتجفا منفعلا هو راقق قدم له أدهم ذلك الإصال في هدوء مستفز وهو يقول بالفرنسية أدأت لأخذ جواز سافري تبقى لهذا الإصال قال جونسون في مزيج من الدهشة والغضب بهذه البساطة؟ هزأ أدهم كتفي فيه هدوء مجيبا؟ ولم لا؟ معي صار رسمي ما اعتمد منكم ثم مهلا نحوه وأضاف على نحو المستفز أليس كذلك؟ نطقها وهو يتطلع إلى عين جونسون مباشرة مما استفز مشاعر هذا الأخير بشدة فتطلع عليه لحظات في تحدي ثم أشر إلى رجاله وهو يقول في صرامة أسأت تقديرنا كثيرا أيها المصري بدأ رجاله تحركهم نحو أدهم بالفعل وأدهشهم أن هذا الأخير على الرغم من صغر سنه بدأ شديد الهدوء وكأنه لا يخشاهم أو يبالي حتى بهم مما استصار مشاعرهم أكثر وملأها بالعضوانية تجاهه وفجأة ظهرت تلك العربات عربات كبيرة عديدة كلها تحمل شعرات قنوات تلفزيونية ووكلات أنباء مختلفة فرنسية وعالمية وفي لحظات وقبل حتى أن يستوعب جونسون ورجاله الموقف سطعت مصابيح التصوير وأضواء الكاميرات التلفزيونية واندفع عشرات المراسلين يمترون موظف السفارة وعمالها وحتى رواديها بالأسئلة مما جعل جونسون يهتف محنقا ماذا يحدث هنا؟ يبتسم أدهم وهز كتفيه مجيبا يبدو أن أحدهم قضى ليلته ليجري اتصالاته مع وسائل إعلام مختلفة هنا ويخبرهم أن السفارة الإسرائيلية تتعامل بعنف وشراسة مع كل من يتقدم بطلب تأشير الدخول الإسرائيلي ولكن لديها أسبابها التي ستعلن هذا الصباح وهم هنا حتى لا يفوتهم الصبك العالمي تضعف غضب جونسون ألف مرة وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة فاتسعت ابتسامة أدهم الساخرة وهو يقول في هدوء والآن هل يمكن استعادة جواز سفري؟ نقل جونسون بصريه بين أدهم ورجال الإعلام لحظات ثم أفسح له الطريق وهو يقول في صخت بالتأكيد وفي هدوء المستفز اتجه أدهم نحو مبنى السفارة وعبره بابتساماته الهادئة فتبعه مدير الأمن ببصريه في صمت في حين شغله عنهم بمتابعة ما يفعله رجاله الذين انتشروا على نحو المدروس بحيث يمنعون الكل في هدوء من دخول السفارة حتى ينفرد أدهم وحديه بالمكان ثم فجأة انطلق إنذار الحريق وصح جونسون إنه حريق داخل السفارة ابتعدوا بسرعة ومع حالة الفوضى التي سادت المكان فور انطلاق إنذار الحريق اندفع خمسة من رجال أمن السفارة الأشداء نحو أدهم الشاب وتعاونوا على تكبيل حرقته وأحدهم يغرس مسدسه في مؤخرة عنقه ثم حملوه في عنف وسرعة إلى حجرة جانبية أغلقوا رتاجيها بمنتهى الإحكام حلفهم وهكذا أصبح أدهم الشاب في قبضتهم في قبضة العدو الإسرائيلي لا نطق قدر العبارة بمنتهى القوة الحزم فاحتقن وجه حسن في شدة وهو يهتف بي في عصبية لا طاليك برجل مخابرات ماذا تعني بهذه اللا أجابه قدر في حزم أكثر أعني لا بكل بساطاتها ووضوحها لا لا لن أحنث بقسمي لصديقي أدهم قط مهما فعلتم ومهما كان الثمن احتقن وجه حسن وهو يهتف به حتى ولو كانت حياتي هي الثمن صبت قدر اللحظة احتقن خلالها وجهه المقتص قبل أن يجيب ما من مخلوق في الدنيا كلها يمكن أن يؤثر بقدر أنملة في حياة أو موت مخلوق آخر الأعمار بيد الله سبحان وتعالى وحده ولقد حدد موعد موتتنا قبل حتى أن نولى قال حسن في حدة هذه الفلسفة لن تنقذ حياته لو قرر الإسرائيليون التخلص منه قال قدر في حدة مماثلة وماذا عنكم؟ بهت حسن للسؤال فتساءل في عصبية ماذا تعني؟ أجابه قدر بنفس الحيرة أعنيكم أنتم يا رجال المخبرات أنتم تخاطرون بأرواحكم طوال الوقت ولا تطرحون على أنفسكم قد هذا السؤال لا تفكرون لحظة في حياتكم أو موتكم فلماذا تحرمون أدهم من هذا؟ صاحبه حسن نحن نقاتل ونضحي في سبيل ما نؤمن به هتف قدري وهذا ما يفعله هو مرة أخرى بهت حسن للقول وحتق في وجه قدري الذي انخفض صوته في تأثر وهو يستطر ربما لا تقتنعون بهدفه ولا توافقون عليه ولكنه يقاتل في سبيل ما يؤمن به وليس لديه أدنى خوف أو تردد في التضحية من أجله بحياته نفسها لو اقتضى الأمر سمت حسن لحظات قبل أن يميل نحوه قائلا أنت مستعد لاحتمال ويزر ما يصيبه حتى آخر يوم في حياتك؟ تضعف تأثر قدري وهو يقول قد يدمرني هذا بالفعل ثم اعتدل واكتسب صوته حزما شديدا وهو يضيف ولكن هذه هي الصداقة أن تضحي من أجل صديقك وأن تصق به وتعاونه فيما يسعى إليه حتى لو اختلفت معه المهم أن تؤمن به وبنبلو عدالة هدفه وليفعل الله عز وجل بعدها ما يشاء كم راق هذا المبدأ لرجل المخابرات كم فهمه واستوعبه وقدره واحترمه وكم ضاق به في هذا الموقف بالذات الموقف الذي يتعلق بابن صديق وزميل عمره الراحل أدهم أدهم صبري أدهم الذي دخل بقدمي السفارة الإسرائيلية في باريس إلى وقر الزئاب والله سبحانه وتعالى وحده يعلم ما زعف علم به الآن التفارج للأمن الخمس الأشداء حول أدهم وكبلوا حرقته في شدة ألسق ثلاثة منهم فواهات مسدستهم بجسده وأحدهم يقول في صرامة شرسة وباللغة العبرية القديمة همس واحدة وأفرق رصاصات مسدستي في رأسك أدهش وأحنقه ذلك الهدوء الشديد الذي بدى في ملامح أدهم وصوته وهو يقول حقا؟ لماذا لا يقنعني هذا؟ ثم ضرب قدمي في الأرض بقوة مستطدا في حزم ألا أنكم لا تستطيعون القتلي بعد أن سجلت كل وسائل لأعلام المحلية والعالمية دخول إلى سفاراتكم؟ قبل أن يبحث الرجال الخمسة عما يجبون به انبعث فجأة دخان أبيض من حزاء أدهم فهدف أحدهم ماذا يحدث؟ كتم أدهم أنفاسي في قوة وترك العماليق الخمسة من حوله يتحرقون في اضطراب وارتباك تأميني فوحده كان يعلم ماذا يحدث دروس الكيمياء التي لقانه إياها والده تحت إشراف خبير كيميائي أتت ثمارها الآن مصاحيق وسائل التنظيف التي ابتاعها وظل يخلطها ببعضها البعض بنسب دقيقة والليلة أمس تحولت على يديه إلى كنبلة كنبلة غاز مسير العصاب ثبتها في أسفل حزائه بين الكعب والباطن داخل غلاف مطاطي منتفخ وبضربة فنية فجره واختلط السائل بالهواء وانطلق الغاز ولأنه تضرب جيدا على مثل هذه الأمور منذ نعومة أصفاره فقد كان يعلم أن الوسيلة الوحيدة لتفادي تأثير الغاز هي أن يكتم أنفاسه ولقد فعلها ومن حوله رحى الرجال الحمسة يسعلون ويسعلون وهنا تحرق هو كان أقلهم حجما يبلغ ضعف حجمه على الأقل وعلى الرغم من هذا فقد تحرق في نشاط مدهش وهو ما زال يكتم أنفاسه وتملص من بين أيديهم المرتجفة ورحى يوزع عليهم لكاماته ورقلاته ذات اليمين وذات اليسار لتتحطم الأنوف وتتساقط الأسنان وتتفجر الدماء وبكل الألم والغضب صرخ قائد الرجال الخمسة تماسكوا ولا تسمحوا له بالفرار حتى لو أخرسته لك مكال كنبلة من قبضة أدهم الشاب الذي وسب يعتلي بقدمه اليسرى ظهر أحد الرجال الآخرين ورقل الباب المغلق بقدمه اليسرى في قوة كبيرة حطمت رتاج الباب وفتحته على مسرعيه ليقفزه وخارجه إلا ساحة الصفارة أمام عدسة أجهزة الإعلام التي لم ينجح جونسون في صرفها بعد وللحظة ساد المكان كله صمت تام صمت صنعته الدهشة وصنعه الغضب والحنق غضب جونسون وحنقه ولكن أدهم قطع ذلك الصمت وهو يبتسم لعدسة الآلام قائلا معاملة جيدة أليس كذلك؟ لو ينطق أحدهم بحرفه أحد وإن احتقن وجه جونسون وارتبك موظف الصفارة في حين اتجه أدهم الشاب فيه دوء شديد نحو موظفة الصفارة وقدم لها الإيصال وهو يبتسم قائلا جوا السفري من فضلك اتسعت عين الموظفة والتفت إلى جونسون الذي عض شفتيه في غيز وأومأ لها برأسه إماء خفيفة وتركزت كل عدسة وكالات الأنباء عليها فالتقطت الإيصال بأصابع مرتجفة ونولت أدهم جواز سفريه وهي تغمغم مع زرها الأمن اعترض على منحك تأشري الدخول إلى إسرائيل قال فيه الدوء وهو يستعيد جواز السفر لا بأس كنت توقع هذا منحها ابتسامة أخرى ثم رفع جواز سفريه لتراه كل وكالات الإعلام وهو يغادر السفارة قائلا بالفرنسية رفضوا منح التأشيرة وأطلق ضحكة ساخرة مستطردا ويدعوننا لزيارة إسرائيل يا للمهزلة اندفع مندوب وكالات الأنباء يلتفون حوله وحول جونسون ويطرحون عشرات الأسئلة في لهفة وبقدر ما بدأ أدهم هادئا مبتسما بدأ جونسون عصبيا متوترا وكاد يشتبك مع اثنين أو ثلاثة من الصحفيين ورجال الإعلام قبل أن يشعر بيد تضع على كتفه ويسمع من خلفه صوتا حازما يقول بلابريا اهدأ يا رجل إنها مغرد جولة التفت جونسون بحرقة سريعة إلى مصدر الصوت وقع بصره على ديفيد جيرهام فهدف في لهفة متوترة هادون دا قاطعه جيرهام في سرامة وكأنه ينبهه إلى تجاوزه لقيمة للأسماء في مثل هذا الموقف رجل دعني أرى الهدف أولا وحاول أن تبتسم العالم كله يشاهدك الآن كلماتي هذه لم تهدئ جونسون وإنما ضعفت من توطره في حين ترقه جرهام واتجه نحو حج الصحفيين ليعق نظرته الأولى المباشرة على أدهم إيزانا ببدء جولة جديدة من الصراع جولة وحشية إلى أقصى حد مخالب الوحش كادت أصابع حسن تعتصر سماعة الهاتف فهو يقول لمحدثه في توطر شديد جرهام؟ ديفيد جرهام هناك؟ أجابه الملحق العسكري لسفارة مصر في باريس عبر الهاتف نعم الإسرائيليون دخلوا اللعبة بكل ثقالهم وديفيد جرهام هو ثعلبهم رقم واحد وذئبهم المفترس وظهوره على الساحة يعني أنهم قد نقلوا الصراع إلى مرحلة جديدة تمتم حسن في عصبية وأنهم قد كشفوا أمر الفتى وقراروا تصفيته وصارت ارتجافة خفيفة عبر صوته وهو استطرد أو الحصول عليه صمت الملحق العسكري لحظات وما قال في حزم أعتقد أنه من الضروري يبلغ الجهاز في هذه المرحلة صح به حسن في حدة؟ كلا ثم حاول تمالك عصابه وهو يضيف لقد أخبرتك منذ البداية إنها عملية شخصية أجابه الملحق العسكري في حزم؟ عندما يدخل الإسرائيليون اللعبة لا تعود هناك عملية شخصية وبالذات في الظروف الاستعداد للحرب زفر حسن في عصبية وهو يقول التدخل الرسمي سيفسد كل شيء قال الملحق العسكري في حزم أكثر؟ هذا ليس سببا صمت حسن تماما وهو لا يدري ماذا يقول إنه يعلم أن الملحق العسكري على حق على حق تماما القواعد تحتم جعل الأمر رسميا مدام الإسرائيليون قد علموا به ودخلوا اللعبة وبكل قوتهم وصول ديفيد جرهام إلى الساحة يعني أن الصراع سيتخذ حتما سما جديدة سما وحشية إلى أقصى حد وهذا أمر بالغ الخطورة للغاية وحده لن يستطيع مواجهة المساد كله وكذلك أدهم صحيح أنه قد طلق تدريبات لم يتلقاها شاب في عمره قد عبر تجربة فريدة لمسيلة لها إلا أن هذا لا يعني أنه قادر على مواجهة جهاز مخابرات بأكمله ربما فريق أو فريقين منه ولكن ليس الجميع القثرة حتما ستغلب الشجاعة والبسالة والجرأة وحتى المبدأ وصحيح أنه يخشى أن يفسد هذا أمل أدهم في الالتحاق بالمخابرات ولكن ما باليد حيلة حياته أصبحت أمام مستقبله وعليه هو أن يخطار حياة أدهم أو مستقبله وبحزبة سريعة حسم أمره وقال الملحق العسكري في حزم أنت على حق لابد من إبلغ الجهاز وأنهى المحادثة مع الملحق العسكري ثم التقط سماعة الهاتف مرة أخرى ليطلب رئيسه المباشر فقد اتخذ قراره وقلبه يبكي دما حبر شوارع لندن القديمة راح الناشطة الفلسطينية فاضل يتحرك في نشاط وهو يمسك يد ولديه الصغير الذي بدى فرحا منشرحا وهو يسير إلى جوار والده الذي قلم يراه أو يقضي معه بعض الوقت فالرجل أحد الزعماء الكبار لمنظمة فتح التي نشأت من قلب الشعب الفلسطيني بعد معاناته الطويلة مع الاحتلال للتصدي للعدوان والسعي لاسترداد الأرض السليبة التي اتردهم منها من لا يستحقها ولأنه أحد الزعمات السياسية فعمله كله يقتصر على شرح القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي والسعي لجلب المساعدات المادية والمعنوية لصالح المنظمة والشعب الفلسطيني كله باختصار كان أشبع بسافر الوطن في بلاد العالم المختلفة ولأن وطنه محتل والمستعمر لن يسمح له بممارسة نشاطه فقد اتخذ من لندن مستقرا ونقطة انطلاق إلى هدفه ومستقوى البلاده وبحكم طبيعة عمله كان رجلا دبلوماسيا هادئا ونموزجا لما ينبغى أن يكون عليه المواطن المغترم فقد ازوج من فلسطينية واستقر في منطقة بيكاديلي وأقام علاقات طيبة مع جيرانه وصدقات مثالية مع زملاء العمل وأنجب طفلا واحدا ورح يمارس عمله متصورا أن مناخ الحرية السائد هناك سيتيح له هذا ولكن الإسرائيليون كان لهم رأي آخر الرأي ترجمه في صورة قرار قرار اغتيال أول قرار لإدارة الجديدة في المسائل إدارة الاغتيالات لذا فقد راح رجلان ضخمة الجثة يتابعان فاضل وابنه عبر شوارع مدينة الضباب حتى توقف عندما اتجر للألعاب ليفتع لعبة لولده فسحب كلاهما مسدسين مزود بكاتم للصوت واتجع نحوه من الجانبين وصحب إليه المسدسين وصحبه أحدهم بالعبرية أيها المخرب العربي استدار إليه فاضل في الزعر ورأى الفوهتين المصوبتين إليه فصرخه ياسب ليحمي ابنه بجسده لا ليس ولدي ومع صرخاته انطلقت الرصاصات الغادرة رصاصة وسانية وتالسة ورابعة وكلها تلقاها جسد فاضل تلقاها ويحمي ابنه ابنه الوحيد وعندما سقط مدرجا في دمائه وهو يحتضن ابنه الذي راح يحضب فيه في رعب غير مستوعب ما حدث انطلق الغادران الإسرائيليان يعدوان مبتعدين والمارة يسرعون نحو المكان وقد انخلعت قلوبهم مع مرأة طفل المسكين الذي تفجرت عيناه بالبكاء وهو يهز قصة والدي ويحتضنها محاولا إيقاظه أو إنعاشه ولكن الجريمة كانت قد اكتملت الجريمة الإسرائيلية الغادرة سنختطفه بعد أن ينصرف الإعلامي نتقها جونس في مقت وهو يشير إلى أدهم فأمسج جرهام يده وخفضها قائلا في السرامة اهدأ يا رجل ودعه ينصرف بأمان قال معطاردا ولكن قاطعه جرهام في السرامة أكثر سنتولى نحن أمره من هنا استوعب جونس الأمر على الفاور وغمغم في توطر أنتم أجابه جرهام بكلمة واحدة مقتضبة صارمة نحن كان أدهم الشاب يواصل توزيع ابتسامتي وكلماتي الهادئة على رجال الإعلام الذين سرعان ما أفرغوا جعبتهم معه وعاد يحطون برجال استفارة بحثا عن صبق جديد فانسل أدهم مبتعدا وجرهام يتابعه ببصره في اهتمام وهو يومئ برأسه على نحو متفق عليه وعلى الفور تحرك ثلاثة من رجاله من ثلاث اتجاهات مختلفة وراحوا يتابعون أدهم في إطار تدرب عليه طويلا في أقبية المساد وفي هدوء شديد صار أدهم وكأنه لا يشغل شيء في الوجود باله أو كأنه لا ينتبه إلى مراقبيه الذين همس أحدهم عبر جهاز اتصال خفي الهدف يتجه إلى قلب المدينة أجابه جرهام في سرامة أنتم تتردون شبلا عنيدا فلا ترفع عيونكم عنه لحظة واحدة كان يرغب بشدة في الإقاع بالشاب حتى توصي إلى حل اللغز لغز أدهم كان يريد أن يعلم لماذا يترده المسيون ولماذا يهرب هو منهم لماذا ولأنه نقل رغبته الشديدة هذه إلى رجالي الثلاثة فقد تعقبوا أدهم بكل حماستهم وهو ينتقل من مكان إلى مكان حتى الدلف إلى أحد الأسواق المزدحمة حول نهر السين وامتزج بالمرة وغاص وسط الزحام فأسرعوا يتخذون تشكيلا خاصا بمثل هذه الأمور وحاصروا المجموعة كلها وبدأوا خطة تضييق الحصار ودق حصارهم أكثر وأكثر وفجأة أدركوا ما غاب عنهم وسط الزحام لقد اختفى أدهم الشاب من المكان تماما انعقد حاجب المفتش ألان في شدة وهو يتابع ذلك اللقاء الذي بثته وسائل الألام الفرنسية مع أدهم الشاب وقال في صرامة وهو يشير إلى شاشة تلفزيون إنه هو وضغط زرا على مكتبه فأسرع إليه مساعده بيير متسائلا أو أميرك أيها رئيس عاد ألان يشير إلى الشاشة قائلا هذا هو الشاب الذي نبحث عنه التفت بيير إلى الشاشة متسائلا في حضر حقا أجابه ألان وهو يلتقط ستراته هل أوصاف تنطبق عليه تماما وما يفعله مع الإسرائيليين يؤكد أنه هو قال بيير مترددا كلنا نتابع ما يحدث ولكن قاطعه ألان بمنتهى الصرامة لا يوجد لكن هنا هو أرسل فريقا من رجالنا لهناك فورا سأله بيير ليفعله ماذا قال ألان في حدة بيره القبض عليه بالطبع قال بيير في سرعة وماذا لو كنا مخطئين التفت إليه ألام بحركة حد غاضبة وتوقف كان لابد أن يدير الأمر في الأصيفة لي نعم ماذا لو كانوا مخطئين ماذا في هذه الحالة سيحق للشاب أن يشكوهم ويقاضيهم ويدمر مستقبلهم كله لابد إذن من دليل ودليل حاسم وقاطع ومادي سنكتفي مراقبته الآن إذن نتقاها في عصبية شديدة وهو يرتدي سطرته ثم اندفع خارجا في هزبي الرأسي واتبعه في السرعة وعندما استقلت سيارتهم وخلفهم فريق من الرجال كان مراقب المساد يقلبون منطقة نهر السين بحثا عن أدهم الذي اختفى تماما وفي توطر بالك قال أحدهم لرئيسي جرهام عبر جهاز الاتصال هأدن جرهام لقد اختفى كان يتوقع ثورة عارمة من جرهام إلا أنه فجأ به يقول في هدوء لا بأس كنت أتوقع هذا قال الرجل في دهشة كنت تتوقع اختفائه أجابه في صرمة شديدة بل كنت أتوقع أنني أعمل مع أغبياء صدمه الجواب فلاز بالصمت التام في حين قال جرهام مستطردا ولكنني أعرف ماذا ينبغى أن نفعل في هذه المرحلة سأله الرجل في لهفة ماذا أجابه جرهام في حزم سيحاول الحصول على هوية جديدة غامهما الرجل مبهورا حقا زمجر جرهام قائلا نو يحمل جواز صفر باسم موريس ديلون ويعلم أنه لدينا اسمه ورقم الجواز وأن هذا سيمنعه من الأقمة بهم في أي مكان يمكننا البحث عنه فيه لذا فهذا يحتم عليه أن يحصل على هوية جديدة أو جواز صفر جديد باسم آخر وربما بجنسية مختلفة أيضا تساءل الرجل في حضر وكيف يساعد نهاز على الأسور عليه قال جرهام في اهتمام إننا نعرف كل أبقار الجريمة في باريس ولنا رجالنا في كل وقر منها سنبلغهم جميعا بمواصفات الشاب وبأنه قد يلجأ لأحد كبار المزيفين للحصل على هوية جديدة وعليهم إبلاغنا فور ظهوره تساءل الرجل في حضر أكثر وهل يمكن أن قاطعه جرهام مرة أخرى في السرامة سنبحث في الوقت ذاتي عن موريس ديلون الشاب حتى لا يخدعنا بالاحتفاظ باسمه وهويته فما فهمته من أسلوبه وأنه يلجأ دوما لما لا يتوقعه منه أحد قال الرجل في اهتمام مثل عودته للسفارة انعقد حاجب جرهام وهو يقول محدثا نفسه هذا ما تساءل عنه حتى هذه اللحظة لماذا عاد؟ لو أنه لا يحتاج لجواز سفري لماذا؟ غام هام الرجل ربما لأنه يحتاج لجواز سفريه ولن يبدل هويته قال جرهام مفكرا أو أنه يريدنا أن نعتقد هذا تساءل الرجل في حيرة ولكن لماذا؟ ازددنا قاد حاجبي جرهام وهو يقول نعم هذا هو السؤال لماذا؟ ثم نفض السؤال عن ذهني في حدة وهو يستطرت في سرامة هلكننا لن نضيع الوقت في التساؤل ابدأوا عملكم فورا أريد هذا الشاب بأي ثمن سأله الرجل في سرعة حيا صمت جرهام لحظة ثم أجاب بكل السرامة لو أمكن سأله الرجل في شغف عجيب فإن لم يمكن أجابه في سرعة وصرامة فميتا وكان جوابه حاسما للغاية لا أثر له في أي مكان نتقى الملحق العسكرية لصفارة مصر في باريس العبارة في توطر شديد وهو يواجه حسن الذي وصل إلى مطار أورلي على متن أول طائرة قادمة من القاهرة فقال حسن في سرامة ويضح قيبتي الصغيرة الوحيدة في صندوق سيارة الصفارة التي تقف أمام المطار جواب لا يناسب رجل أمن مخضر غم هما الملحق العسكري في الضيق؟ لا تنسى أن الشاب مضرب جيدا على التخفي كان حسن يعلم جيدا أن الملحق العسكري على حق لقد طلق أدن تدريبات كثيرة قوية في هذا المدمار تدرب على يد والده الراحل الذي يسعى اليوم للانتقام له وتمرن على يد العميد ذلك العبقري المقعد الذي أسند إليه أول مهمة رسمية في عالم التخابر دون حتى أن يعلم والده بهذا ولقد أثبت دوما تفوقا وموهبة وبرع مدهشة وها هو الآن يثبت موهبتي وبرعاتي وتفوق ويختفي وفي مدينة مثل باريس يمكن لعبقري مثله أن يزوب وسط الزحام ولا يترك خلفه أدنى أثر يرشد إليه وهذا ساجع المهمة صعبة مهمته ومهمة المخابرات العامة المصرية وحتى مهمة الموساد وربما الشرطة الفرنسية أيضا ولكنه يعني في الوقت الذاتي أن الخطر المحيط بالشاب قد تضعف لحد مخيف فالكل يبحث عنه الأصدقاء والأعداء الكل بلا استثناء وبلا رحمة لقد تحول الأمر لمهمة رسمية نطقها حسن في صرامة فسأله الملحق العسكري في اهتمام قلق حقا؟ أجبه حسن وهو يدلف معه إلى السيارة رجالنا هنا يبحثون عنه الآن بأسلوب المحترفين وسيبلغوننا فور عصورهم عليه قال الملحق العسكري هل مهم أن يصلوا إليه قبل الإسرائيليين؟ ونعقد حاجب حسن في شدة دون أن ينطق حرفا واحدا فهذا ما يقلقه حقا إلى حد الموت في هذه اللحظات بالذات من سيربح سباق العصور على أدم الشاب؟ من؟ سباق الموت نزع المزور الفرنسي روجيه من ظاره الساميك ويتطلع إلى الواقف أمامه في حضر قبل أن يسأله تريد جوا الصفر أجنبيا وبأي جنسية بالضبط؟ أتاه الجواب في سرعة إسرائيلية تراجع روجيه في دهشة بلغة وهو يردد مستنكرا إسرائيلية؟ ومن زل الذي يريد جوا الصفر إسرائيليا؟ أجبه الواقف أمامه في صرامة؟ أظن أجرك لا تضمن إلقاء الأسئلة إنه قد حاجب روجيه وهو يغمغم؟ أنت على حق ثم تسأل فيه اهتمام وبأي اسم تريده؟ أجبه بنفس السرعة أي اسم؟ يشير إلى يهودية صريحة سمت روجيه لحظة سمسأله في حضر شرقية أم غربية؟ تردد الواقف لحظة قبل أن يجيب في حضر غربية على الأرجح لم يتوقف روجيه طويلا إزاء تردده ربما أنه اعتاد على أن يأتيه زبائنه متوترين في معظم الأحيان ولكنه قال في سرامة سيكلفك هذا خمسة ألاف فرانك يدفع نصفها مقدما أخرج محدسه رزمة نقضية وضعها أمامه قائلا ما تعود لاستلامه؟ أجابه روجيه ويلطقت رزمة النقود ويدساه في جيبي في لحفة مساء الغد على أقصى تقدير قال في حزم كلا ارتفع حجب روجيه في دهشة وهو يقول ماذا تعن؟ أجابه في سرامة شديدة هل جواز يجب أن ينتهي قبل صباح الغد؟ قال روجيه في توطر مستحيل الوقت لن يكفي لذلك قال محدسي في السرامة في هذه الحالة سنضطر للغاء الصفقة أعد لي النقود وضع روجيه يديه على جيبه في حرقة غريزية سريعة وكأنما يحاول منع رزمة النقود من مغادرته وقال في توطر يمكنني تسليمه لك في الوقت لستطلبه مقابل ألف فرانك زائدة قال محدسي بكل صرامته لا أعد لي النقود هتف روجيه في زعر لا ثم مال نحوه وحاول أن يبتسم مستطردا ستجده جاهزا في الخمسة صباحا قال محدسي بنفس الصرامة مع تأشير الدخول إلى باريس بتاريخ صابق قال روجيه في سرعة بالطبع بالطبع هم محدسه برأسه وصدر منصرفا وتبعه روجيه ببصريه لحظا ثم التقط سماعة هاتف داخلي بسرعة وقال لأحد معاونيه في صرامة اتبع هذا الشاب واعلم أين وقي اندفع معاونيه لتنفيذ الأمر في حين أنهى روجيه محادسه وعاد يطلب رقما جديدا ليقول في صوت خفيد متوتر لقد ظهر لم تمضي عشرنا ثانية على اتصالي هذا حتى كان جرهام يقول لرجاله عبر جهاز الاتصال في صرامة شديدة ابدأ الخطة انهى في النقطة صاد تحرك رجالي في سرعة لتنفيذ خطة حصار أدهم استياضه في حين تنفس روجيه السعوداء وهو ينهي المحادسة وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة لقد أبلغ الأمر وسيحصل على المكافأة السخية التي وعدوه بها و ترى ماذا يبهجك يا روجيه انتفض جسد روجيه في عنف ويلتفت لصاحب الصوت في هلع هاتفا المفتش ألان جذبه ألان من يققته وهو يقول في صرامة يبدو كأنك قد فست بجهازة كبيرة قال روجيه في عصبية وما شعن الشرطة بهذا زمجر ألان في وجهه وهو يقول في شراسة شأنها ان جوائزك كلها مرتبطة بمخالفة القانون على نحو او اخر هتف روجيه محاولة تملص من قبضته هذه لا تخالفه شدد ألان قبضته عليه فسترد مزعورا بل ربما تعاونه ما لألان نحوه حتى كاد يلتصك بوجهه وهو يقول وكيف هذا؟ بالإبلاغ عن طالب جواز صفر مزور إلى جهة أجنبية؟ اتسعت عين روجيه عن آخرهما بكل زعور الدنيا وهو يهتف كيف؟ كيف؟ قطعه ألان في حدة كيف عرفت؟ أليس كذلك؟ لأنه التسلسل الطبيعي الذي يغيب عن زهن الحقراء من أمثالك شاب هارب يعرف أن الدنيا كلها تسعى خلفه وأن أماله الوحيد من النجاح هو الهروب وليس من باريس ولكن من فرنسا كلها فماذا يفعل في رأيك؟ وهو يعلم أن القل أصبح يحفظ ملامحه عن ظهر قلب ويعرف الاسم الذي يتحرك به ومن الطبيعي إذن أن يسعى الحصول على جهة الصفر باسم مستعار أليس كذلك؟ اتسعت عين روجيه لحظات وكأنهما تعترفان بالقرم المشهود ثم هتف على نحو خرج على الرغم منه ضعيفا متخزلا ولماذا أنا؟ صحفي ألا؟ ألم يأتي إليك؟ هتف روجيه مرتجفا ولكنني رفضت تقلقت حين ألان وهو يقول إذن فهو أنت؟ حتك فيه روجيه في دهشة مزعورة فقال بير في انبهار لم نكن نعلم أنك هو ولكنك اعترفت على التوب بعد أن استجبنا ثلاثة مزورين قبلك هتف روجيه محنقا هي لي من غبي جذبه ألان مرة أخرى بمنتهى القصوة وهو يسأله أجبني أين هو؟ امتقى وجه روجيه وهو يقول في انهيار سأخبرك وبدأ يتكلل على رغم أن السمة الرئيسية لرجل المخابرات في أي جهاز في العالم هي التماسك وهدوء الأصاب إلا أن حسن الذي اشتهر ببرود أصابه الشديد خلال مهماته الصعبة بدأ شديد التوتر والقلق في هذه العملية بالزيء وهو يقول للملحق العسكري داخل سيارة السفارة لابد أن نعصر عليه أولاً إلا أصبحت حياتي في خطر قال الملحق العسكري في اهتمام لقد أبلغنا رجالنا في كل المواقع وسيادتك تؤكد أنها قد أصبحت عملية رسمية وبطر عباراته دفعة واحدة فسأله حسن في سرامة وماذا؟ أجباه الملحق العسكري في التردد وإن كنت أتعجب من جعل البحث عن شاب مهمة رسمية لجهاز مخابرات يستعد لخوض حرب تحرير مع عدو لا يستهان به قال حسن في سرامة إنه ابن الصبر رحمه الله قال الملحق العسكري في حضر هذا لا يصنع فارقاً في عالمنا ماهل حسن عليه قائلاً؟ لو أنه ابن صبر فحز لم صنع هذا فارقاً في عالمنا المعقد المتشابك هذا ولكن الفتاة نتائج تجربة خاصة من الخطأ أن تقع في أيدي الإسرائيليين خاصة أن تدريباته اجتملت على بعض أهم وسائل التدريب التي يتماز بها جهازنا ارتفع رنين هاتف السيارة في هذه اللحظة فبطر حسن عباراته والتقط الملحق العسكري سماعاته في حركة سريعة قائلاً هل توصلتم إليه؟ انعقد حاجباه في شدة وهو يستمع إلى الجواب فشعر حسن بقلق شديد وهو يسأله ماذا هناك؟ أزح الملحق العسكري سماعاً أذنه وقال بكل توطره الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أدهم وسقط قلب حسن بين قدميه في عنف احتقن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي في شدة وهو ينطفد غضباً صارخاً في وجه مدير المساد هل جوننت؟ كيف تقدم على اغتيال ناشط مسالم في قلب عاصمة كبرى؟ وحلى نحو نسافر؟ أجابه الرجل في هدوء في عرفنا لا يوجد ما يسمى بناشط مسالم ربما كان كفاحي يقتصر على قلمه ولساني في حاز ولكن هذا لا يجعله مسالمة إنه أخطر بكثير من حامل السلاح صرخ رئيس الوزراء وفي قلب عاصمة كبرى بدأ مدير المساد بارداً وهو يقول لا يمكن دوماً اختيار ساحة القتال لوح رئيس الوزراء بذرعي في حدة وهو يهتف قد انتزق غضبه بمرار لا حد لها ولكن كان يمكنك التزام الحرص على الأقل لقد نفذ رجالك العملية وتركوا خلفهم قطعت سلاح صغيرة منقش عليها في وضوح برا صنع في إسرائيل وكأنهم يعلنوا هويتهم لم يكن ينقصهم سواء إعلان تجاري في محطط التلفزيون بذل مدير المساد جهداً ليخفي التماع تعينيه وهو يقول لا وجود للعملية المتقنة 100% هناك دوماً احتمال الخطأ انهار رئيس الوزراء في مقاعده ودفن وجهي بين كفيك وألم بكل مرارة الدنيا في هذه المرة سيكون الخطأ فادحاً للغاية ولم ينطق مدير المساد بحرف واحد لقد نفذ خطته بمنتهى الأحكام ودون ثغرة واحدة وضمن منصباً في المنظومة السياسية القادمة ومن يدري ربما يصبح وزيراً ارتجف جسد وصوت المزور الفرنسي رجاه على الرغم منه وهو يقف داخل مكتب المفاتش ألام وراح تلفت حوله في عصبية قائلاً أنا لم أوافق هو طلب مني جوز السفر ولكن لم أصنعه قال ألام في سرامة لم يتهمك أحد بشيء بعد سأله في عصبية لماذا أنا هنا إذن؟ زمجر ألام قائلاً لتتعرف الشاب لقد ألقينا القبض عليه وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها منك ألم أخبرك بهذا من قبل؟ غامهم رجيه؟ بل ولكن صرخ فيه بنفاة صبر لا يوجد لكن أصمت وانتظر أطبق رجيه شفتيه مرغماً وإن راح يرتجف في عصبية زائدة وعيناه معلقتان بعقارب ساعة الحائط التي بدت وكأنها قد تجمدت في مكانها ولم تعود تسير سنتيمتراً واحداً المفاتش الفرنسي أيضاً شعر بالتوتر نفسه والذي بدى ملحوزاً من فرقه كفيه قبل أن يضغط زر جهاز اتصال قديم إلى جواره ويقول في عصبية أين بيير؟ لماذا لم يأتي بالشاب؟ أجبه أحد رجاله إنه في الطريق إليك يا سيدي رفع ألان عينيه إلى الباب في توطر وبدت له اللحظات أشبه بظهر كامل قبل أن يسمع ترقات على باب مكتبي جعلته يكاد يثب من مكانه وهو يهتف فعال ادخل يا بيير وفتح بيير الباب ودخل وتبعه الشاب واتجف ألان ورجيه معاً أأنت واثق أنه هو؟ ألقى حسن السؤال في عصبية على مسامع الملحق العسكري المصري الذي قاله في قلب لا ستدين معلومات كافية بعد رجالنا نقلوا الخبر من مصادر في قلب الشرطة الفرنسية ولكن أحدهم لم يرى الشاب بنفسه وإن حاصل على موصفاته في حزب تساءل حسن في تردد وهل موصفاته؟ لم يتم تساؤله ولكن الملحق العسكري أومى برأسيه إيجاباً وازدرت دلوعابه في صعوبة وهو يقول تنطبق على أدهم نعم للأسف إن عقد حاجب حسن وشعر بن قبضة مؤلمة في قلبه وهو يغمغم إذن فقد سقط في قبضتهم تردد الملحق العسكري قبل أن يقول في حضر على الأرجح التفت إلي حسن ونقض حاجباه في شدة قبل أن يقول بدوره نعم على الأرجح في نفس اللحظة التي نطقها فيها كان ديفيد جرهام يراجع آخر التقارير الأمنية في مكتب جونسون مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية وهو يقول إذن فالفرنسيون يقولون إنهم قد أوقعوا به قال جونسون في الفعال إنهم يؤكدون هذا رفع جرهام عينيه إليه قائلا في السرامة من وجهة نظرهم نظر إليه جونسون في تساؤل فأضف في حازم لابد أن نراه بأنفسنا تساءل جونسون في حضر أتريدنا أن نلتقط صورته هز جرهام رأسي نفيا وما لا نحوه قائلا بل أن نراه تساءل جونسون بحلق جاف مباشرة أمأ جرهام برأسي جابا في بطء وقال نعم مباشرة تساءل جونسون وقد بدأ حلقه أشبه بالسحراء وكيف هذا تلقت عين جرهام وهو يجيب بأفسط الطرق في الوجوء الطريق المباشر وتضعف تقلق عينيه مع ابتساماته الغامضة التي لم يفهم جونسون أبدا تطلعت السياسية الإسرائيلية جلد مائير إلى مدير الموساد لحظات في الصمت قبل أن تقول في بطء إذن فأنت تضمن سقوط رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات القادمة أهمأ برأسي إيجابا وهو يبتسم في صقا قائلا بنسبة 80% مطت شفتيها وكأنما لا ترق لها هذه النسبة ثم تراجعت في مقعدها تسأله ماذا تنتظر في المقابل طلقت عينيه لهذا السؤال المباشر وأجاب في لهفة لم يحاول إخفائها ما تجدين به سألته في حضر البقاء في منصبه طلقت عينيه أكثر وهو يقول أو الوزارة اعتدلت بحركة حادة ونعقد حاجبها الكسان وهي تطلع إليه فأرضفه ولعابه يكاد يسير لهفة وزارة الدفاع ونعقد حاجبها أكثر وأكثر تماما مثلما نعقد حاجب المفاتيش ألان في اللحظة نفسها في قلب باريس مع خطورة تلك المعلومة التي أدل بها رجيه في وجود الشاب لقد كانت معلومة شديدة الخطورة بحق على الرغم من التهام شطيرة ضخمة في شارها واضحة بدأ قدري شاردا تماما وهو يسير إلى جوار نيل مصر وزهنه كله يفكر في أمر واحد أدهم لم يكن يدري هل قام بتصرف السليم عندما أخفى عن رجال المخابرات كل ما فعله من أجله أيهما أكثر أهمية أن يثب في صديقه أم يسعى لإنقاذه أيهما؟ لم يكن زهني قادرا على اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن مما جعل عقلي شاردا تماما وهو يعبر الطريق وفجأة ارتفع صارير إطارات مسرعة قبل أن يشعر بصدمة في جانبه الأيصر ألقت جسدي المقتز أرضا في عنف لم تكن الصدمة قادرة على اختراق طبقة الدهن المحيطة بجسدي إلا أنه ظل مستلقيا على الأرض مفتوح العينين وكأنه لقى مصرعي حتى عندما اندفع قائد السيارة التي صدمته إليه وهو يهتف مزعورا يا إلهي هل هل غمهم قدري فيه هدوء ليتناسب قط مع الموقف أنا بخير إنحنى قائد السيارة يفحصه في اهتمام وهو يقول في توتر اطمئن أنا طبيب سأكون بكل ما يلزم من أجلك اطمئن قرر قدري وهو يحاول النهود أنا بخير برزت زوجة قائد السيارة مزعورة ويتحمل طفلتها الصغيرة متسائلة في هلع توفيق هل هل أجابها زوجها في توتر إنه بخير كان قدري يحاول النهود ولكن جسديه الضخم منعه من هذا فتعاون المحيطون به على إيقافه وما إن وقف على قدميه حتى فحصه الطبيب بعينيه في سرعة وهو ما ما في شيء من الارتياح أنت تقف على قدميك هذه علامة جيدة حاول قدري أن يبتسم وهو يقول اطمئن يا دكتور أنا بخير تنفسها الرجل السعوداء وكذلك فعلت زوجته وابتسمت ربما لأول مرة منذ واقع الحادث فبدلها قدري ابتسام ودود وتطلع إلى الطفلة التي تحملها وهو يسأل الطبيب ابنتك أجبه الرجل بابتسامة حانية ابنتنا الوحيدة مونة أنجبناها بعد عشر سنوات زوائك ابتسم قدري للطفلة ولكنها دفنت وجهها في صدر أمها خجلا فقال الطبيب وهو يعود مع قدري إلى سيارته لا عليك إنها طفلة وحيدة ونادرا ما تلتقي بغرباء تمتم قدري لا بأس اتجه نحو الزوجة اتجه نحو الزوجة وصافح قائلا لا تنزعج يا سيدتي أنا بخير تنهدت قائلة حمدا لله التفتت إليه الصغيرة وتطلعت إلى عينيه لحظة فابتسم لها في حنان فمالت نحوه ومدت يدها الصغيرة تتحسس وجهي المقتز ثم أطلقت ضحفة فولية صافية وأخفت وجهها مرة أخرى في صدر أمها التي هتفت في دهشة رباه إنها أول مرة تفعل فيها هذا مع غريب ابتسم الطبيب في حنان وقال لقد أحبتك لم يدري وهو ينطقها أن هذا اللقاء سيمثل ذكرى كبيرة له في المستقبل وأن تلك الصغيرة ستصبح واحدة من أقرب نساء الأرض إليه وسيرتبط مصيرها بمصيره كثيرا وطويلا لم يشعر بهذا وهو يصافح والدها الدكتور طوفي قائلا ربما لن يتناسب الحديث مع الموقف ولكنني سعيد جدا بمقابلتكم جميعا يا دكتور غمغم الطبيب مبتسما صدقني عندما أقول وأنا أيضا تصافح وعد الطبيب وزوجاته إلى سياراتهما وانصرف المرة الملتفون حولهم ولوح قدر بيده لمونة صغيرة التي أطلقت ضحكة صافية أخرى ثم لوحت له بيدها لدقيقة قبل أن ينطلق والدها بالسيارة مبتعدا وفور ابتعادها استدار قدري ليواصل طريقه ولكنه شعر بيد قوية تمسك زراعه وسمع رجلا يقول حمدا لله على سلامتك يا سيد قدري التفت إليه قدري في دهشة متوترة قائلا هل تعرفني؟ أجبه في شيء من السرامة الجميع عندنا يعرفونك وينتظرونك قال القدري في دهشة مضعورة الجميع؟ جذبه الرجل في السرامة وضح قائلا قلت إنهم ينتظرونك في نفس اللحظة التي نطق فيها العبارة توقفت سيارة كبيرة إلى جوارهما ودفع الرجل قدري إليها وهو يضيف وهم لا يحبون الانتظار طويلا وانتلقت بهم السيارة إليهم انعقد حاجب المفاتش الفرنسي ألام في توطر وهو يراجع إفادة رجاه بشأن الشاب في نفس اللحظة التي دخل فيها مساعد بيير إليه قائلا مسؤول من السفارة الإسرائيلية يطلب مقابلتك يا سيدي بدأت ضيق على وجه ألام وهو يقول وماذا يريد مني مسؤول السفارة الإسرائيلية؟ أشعر بيير بيده مجيبا لقد أتى بشأن ذلك الشاب الذي ألقينا القبض عليه مطى آلان شفتيه وقال في حنق وما شأنهم به فتح بيير شفتيه ليجيب ولكن آلان قطعه قائلا لا بأس علي تحال دعه يدخل تراجع بيير على الفهر ومضت لحظة من الصمت والسكون قبل أن يدخل جرهام قائلا بفرنسية سليمة مساء الخير أيها المفاتش تطلع إليه ألام في اهتمام وقال تتحدث الفرنسية بإتقان مدهش أيها الإسرائيلي جلس جرهام أمامه دون أن يدعوه لهذا وقال هكذا الدبلوماسيون في كل دولة تنهد ألام بالنفاذ صبر وترجع في مقعده وهو يسأله ها عظيم وماذا يريد منا دبلوماسي إسرائيلي قال جرهام في حزم ذلك الشاب الذي ألقيت من قبض عليه سأله ألام في برود ماذا عنه أجبه في صرامة أنت تعلم أنه أسائل لسفراتنا تراجع ألام في مقعده قائلا مطلقا إن عقده حاجب جرهام وهو يقول لسنا هنا لمنقش تجاة النظر أو قاطعه ألام في صرامة وهو يلتقط صورة من أمامه ويضعها أمام جرهام بحركة حدة لا شأن الأرأي الشخصية هنا حدق جرهام في الصورة وقال في توطر من هذا؟ أشعر ألام إلى الصورة قائلا الشاب الذي ألقينا القبض عليه وهو ليس من أثار تلك الضقة أمام سفاراتكم كما ترى ردد جرهام في عصبية ولكن قاطعه ألام قبل أن يكمل مواصفاته الجسدية خدعتنا ولكنه لم يكن هو لقد خدعنا جميعا بأسلوب محترف ونحق دا حاجب جرهام في شد ما زال ذلك الشاب يجيد اللعبة على نحو المدهش ولكن أين هو؟ أين؟ أدهم يعبس بالجميع نتقاها حسن في توطر ملحوظ وهو غارق في تفكير عميق في حجرة الملحق العسكري المصري في صفارتنا في باريس فقال هذا الأخير في اهتمام لقد أجاد اللعبة بحق فاستأجر شابا فرنسيا من الحي اللاتيني تتشابه مواصفاته الجسدية معه وطلب منه التعامل مع ذلك المزايف الفرنسي رجاء ليصنع له جواز صفر إسرائيليا مما جذب الجميع إلى المزور وصرف الأنظر عنه التفت إليه حسن متسائلا في اهتمام ليفعل ماذا؟ التقت الملحق العسكري نفسا عميقا وأجاب من يدري؟ اعتدل حسن بحركة حادة وقال نحن نحن يجب أن ندري هذا عملنا وهذه مهمتنا أن ندري ونعلم ونفهم أو مع الملحق العسكري برأسيه متفهما وقال سنطلق كل رجالنا وقاطعه حسن في حزم لابد من دراسة الأمر أولا ثم نهض بحركة حادة وتابع في اهتمام البداية تأتي من طرح سؤال أساسي لماذا؟ لماذا فعل أدهم هذا؟ لماذا جذب كل الأنظار إلى شخصية الفرنسي موريس ديلون على هذا النحو الواضح ثم إلى الهوية الإسرائيلية التي يحاول انتحالها لماذا؟ هم هم الملحق العسكري في حضر؟ ربما قاطعه حسن ويواصل وكأنه لم يسمعه إنه ليس غبيا يتصرف على هذا النحو مما يضعنا أمام جواب واحد في حزب والتفتى إلى الملحق العسكري قائلا في انفعال جواب يجعل كل الأمور منطقية ومفهومة وما هو؟ أرقى مسؤول الأمن الإسرائيلي جونسون السؤال على مسامع جرهام وهما يسيران معا على دفاف نهر السين فأجابه جرهام هو غارق في تفكير عميق للغاية المنطق الوحيد هو أنه لا يحتاج إلى الهويتين الفرنسية أو الإسرائيلية سأله جونسون في اهتمام ما الذي يحتاج إليه إذن؟ أجابه في حزن؟ جنسية ثالثة جنسية يمكنها الصفر إلى إسرائيل دون أن تصير الشبهات أو تلفت انتباهنا أيضا توقف جونسون يسأله؟ أية جنسية توقف جرهام بدوره وصمت اللحظات مفكرا قبل أن يلتفت إليه مجيبا أمريكية هاتف جونسون في انفعال؟ بالتأكيد العلاقة بين إسرائيل وأمريكا تجعل رجالنا أكثر ألفة مع من يحملون الجنسية الأمريكية عندما يدخلون إسرائيل انعقد حاجب جرهام في شدة ورحاق له يدير الأمر في سرعة عبر كل خلايا مخيرة ماضية تقريبا قبل أن يمسك زراع جونسون فجأة في كوبا ويهتف قل لي متى ترحى الأول طائرة إلى تل أبيب؟ قال جونسون في توطر بعد ساعة قليلة هاتف به جرهام أرسل رجالنا إلى المطر فورا ستجدوه هناك الآن قال جونسون في دهشة دون جواز صفر غرس أصابع في زراعه أكثر وهو يقول هذا ما حاول إيهامنا به إنه نواجه ثعلبا ولكنه لن يخدع ديفيد جرهام أبدا في نفس اللحظة التي نطق فيها عباراته كان قدر ينكمش في مقعده داخل إحدى حجرات جهاز المخابرات المصري وأحد ضبط الجهاز يقف إلى جواره قائلا هيا يا قدري لا تضيع فرصة عمرك في الالتحق بالجهاز غام هاما قدري ماذا تريدون مني بالضبط؟ جذب ضابط المخابرات مقعدا وجلس إلى جواره قائلا هل سنعيد هذا ألف مرة طوال الليل؟ هز قدري كتفيه المقتضتين دون أن يجيب فالتقط ضابط المخابرات نفسا عميقا وقال اسمعني جيدا يا قدري ربما لا يمكننا فهم تلك الصدقة العميقة لتشعر بها تجاه أدهم مع قصر فضل التعارف كما ولكننا نقدر مشاعرك وشهامتك والمشكلة لا تكمن في هذا غام هاما قدري فيما إذن؟ أجابه في أسف في أن الأمر قد تحول إلى مهمة رسمية والجهاز الآن يعمل جاهدا على استعادة أدهم قبل أن يظفر به الأعداء الذين نبذل كل الجهد في الفترة الحالية استعدادا لحرب ثأرية معهم تتحرر بها أردنا السليبة في سيناء وكل دقيقة نفقدها في هذا الصراع تعني أن يتقدم علينا العدو خطوة إلى الأمام هل تدرك ما الذي يمكن أن يقود إليه هذا؟ غام هاما وقد بدأ يدرك شدة المسئولية الملقاة على عطيقه هزيمة قال ضابط المخابرات أو تأخير لحرب التحرير على الأقل وربما ضيع فرصتها إلى الأبد ثم مال نحوه مضيفا بلهكة ذات تأثير خاص وكل هذا من أجل شاب واحد تم تم قدري وقد ترقرقت عيناه بالدموع إنه أدهم قال ضابط المخابرات في هدوء خافط أي أن كانت هويته إنه شاب واحد ثم مال نحو قدري بشدة مضيفا مقابل أمة بأكملها سالت الدموع من عين قدري مع ذلك الصراع المستعر بين عقله وقلبه ضابط المخابرات على حق على حق تماما صحيح أن أدهم هو أقرب الناس إلى قلبه ولكنه مجرد شاب واحد شاب مقابل أمة وياله من خيار مؤلم بمن يضحي بصديقه أم بوطنه هل يمكنكم ضمان سلامة أدهم؟ ألقى السؤال من وسط دموعه وجسديه المقتص يترجرج على نحو الملحوظ فصمت ضابط المخابرات لحظة ثم أجاب في حزم بقدر استطاعتنا تمتم والدموع تغرق وجهه كله وماذا عن هدفه؟ تنهد ضابط المخابرات وقال لو كان سعيد الحظ فلن يمكنه بلغه انتحب قدري لحظات وقال في بقاء واضح فليكن سأخبرك كل ما لدي أدرك الضابط أنه قد بلغ هدفه فما لعليه يقول في اهتمام لقد صنعت له جواز صفر آخر أليس كذلك؟ أو ما أقدر برأسه إيجابا وقال بلى سأله الضابط في اهتمام شديد بأي اسم؟ سيد روبرت كال نتقى ضابط الجوازات الفرنسية الاسم هو يراجع صورة جواز الصفر بريطانية أمامه بواجه الشاب الذي يواجهه والذي قال فيه دو نعم كنت في رحلة هنا في باريس وجذبتني النشرات السياحية للصفر إلى إسرائيل متى ضابط الجوازات شافتيه وقال النشرات السياحية لتمنحك الكثير من الحقائق دوما ثم أعاد إليه جواز الصفر مستطردا عليات حال أتمنى لك رحلة سعيد التقط أدهم جواز الصفر البريطاني والصدارة لينصرف ولكنه شعر بوخزة خفيفة في فغزه جعلته يرفع عينيه بحركة حادة إلى الفتاة التي تقف خلفه والتي هتفت في ارتباك معزرة إنه دبوس بارز من حقيبتي تقبل أسفي وبعيدا في نفس اللحظة ابتسم جيرهام وقال عبر جهاز اتصال خفي سيسري مفعول المخدر بعد دقائق خمس استعدوا وكان أدهم قد بدأ يشعر بالدوار بالفعل غيبوبة وضع حسن سمعت الهاتف في انفعال والتفت إلى الملحق العسكرية هاتفا كنت على حق في استنتاج أدهم يحمل جواز صفر بريطانيا باسم روبرتكال به تأشيرة دخول متقنة إلى إسرائيل قال الملحق العسكري في دهشة هل حصل على تأشيرتين؟ هز حسن رأسيه وقال لقد تقدم بطلب تأشيرة واحدة تحسبا لاحتمال تصارب أمره إلى الإسرائيليين أما الثانية فقد صنعها له صديقه قدري منذ البداية وأضافها إلى جواز الصفر البريطاني بناء على طلبه مما يعني أن هذا كان جزءا من خطة أدهم منذ البداية تساءل ملحق العسكري في حيرة ولكن لماذا؟ لو أنه ينوي فعلا الصفر إلى إسرائيل فلماذا يشعل النار هنا في باريس؟ أجابه حسن في سرعة حتى يجذبهم إليه بدأ الدهشة متسائلة على وجه الملحق العسكري فتابع حسن وهو يرتدي سطرته ويدس مسدس في حزامه من الخلف أدهم يحاول الصفر إلى إسرائيل للانتقام لوالده الراحل وهو يجهل اسم مغتاله في الوقت ذاته لذا فقد تعمد إثارة غضب الإسرائيليين والتعامل على نحو يكشف لهم هويته إلى حد ما ولم يكن اختياره باريس عشوائيا فهي ساحة أول مواجهة بينه وبينهم مما سيجعلهم يذكرونه ويسعون خلفه سأله الملحق العسكري وهو يرتدي سطرته بدوره وهل سيجذب هذا القاتل والده إليه؟ قال حسن وهو يندفع نحو الباب أو على الأقل سيربك الموقف مما يضاعف من فرصته للتوصل إليه لحق به الملحق العسكري وهو يكون مستنكرا ولكن هذا سيضعه في مواجهة مباشرة مع الإسرائيليين وهو مجرد شبل مهما بلغت مهاراته ولن يمكن مواجهتهم بكل قواتهم وعتيادهم توقف حسن لحظة ثم انتفت إليه قائلا الشبل لم يعد شبلا يا رجل لقد خاض معاركه وتعلم الصيد وبرزت أنيابه والشبل أصبح أسد يا رجل وصار يتوق للصيد لإثبات ذاته وقدرته غمغم الملحق العسكري في دهشة في هذا العمر مطح حسن شفتيه وقال سطرى ثم واصل اندفاعاته بكل قوته وكل انفعاله دوار شديد ذلك الذي اكتنف رأس أدهم وهو يبتعد عن شباك الجوازات في المطار الفرنسي ماذا حدث؟ ماذا أصابه؟ دار تسهأل في ذهنه وهو يبزل قصارى جهده ليتمسك والدوار يتزايد ويتزايد ويتزايد إنها تلك الوغزة نعم لقد فعلوها الإسرائيليون كشفوا أمره على الرغم من كل ما فعله يالا السخافة لقد تصوروا في لحظة أنه سيمتلك مهارة والده وبراعة مدربه ولكن هذا مستحيل كما يبدو الموهبة وحدها لا تكفي هناك أيضا الخبرة خبرة المواجهة والمناورة والنزال تلك الخبرة لتمنح القدرة على حسن تقييم وتقدير الأمور وعلى مواجهة الثعالب وقتالهم وهزيمتهم وهو على الرغم من كل مواهب وقدراته والمران الطويل اللي استلقاه على يد والده ومدربه لم يمتلك الخبرة الكافية بعد ما زالت أمامه سنوات وسنوات كاد يفقد توازنه من شدة الدوار فاستند إلى الجدار وهو يحاول بلغ منطقة أمنة إنهم حوله حتما يراقبونه ويحاصرونه ويتربصون به ينتظرون سقوطه حتى ينقضوا عليه وأذفروا به ولا ينبغي أن يسمح لهم بهذا أبدا تابعه جرهان ببصري في الظفر في هذه اللحظات وأقال للرجال عبر جهاز الاتصال الخفي تقدموا الفريسة مستعدة للسقوط بدأ رجال حصار أدهم بالفعل وبدأ هو يشعر باقترابهم وهو يقاوم تلك الغيبوبة التي راحت تحيد برأسه في سرعة لم يكن لديه مكان واحد آمن داخل المطار الإسرائيليون يمكنهم اللحق به في أي مكان وأي تبقع ليس أمامه إذن سوى مكتب الأمن لابد أن يحاول بلوغه وقناع رجال بأنه يعاني من مرض ما مرض مخيف وشديد العدوى سيخيفهم هذا ويفزعهم حتما ولكنه سيدفعهم إلى إبلاغ الحجر الصحي والشرطة وكل الجهات المعنية وسيتحفظون عليه أيضا وهذا سيكفل له الحماية والرعاية والأمان حتى بعد أن يفقد وعيه تماما لح له مكتب الأمن على بعد خطوات فجر قدميه جرا وهو يسحف نحوه ولكن رجلا عريض المنكبين مفطول العضلات جاء من خلفه وقال بالعبرية في سرامة ليس بهذه السرعة استدار أدهم لواجهه ولكن استداراته أتت ضعيفة متخازلة مع دواره الشديد العنيف فأنسك الرجل كتفيه وهمغم في مقت هي لعنادكم أيها المصريون ثم ألصق شيئا ما بجانبه وضغطه وانتفض جسد أدهم في عنف مع سريان طيار الصعق الكهربي الصغير في كيانه وانطلقت من حلقه على رغم منه شهقة عالية جذبت انتباه تقام الأمن الذي التفت إليه ورأوه يسقط فقد الوعي بين زراعي ذلك الضخم الذي مط شفتيه وقال بفرنسيا ركيكا إنه ابن شقيقتي لقد أصرف في الشرب لم يكمل العبارة فنظر إليه رجال الأمن في شك وبدأ أحدهم يتجي نحوه بالفعل فأطلق ضحك عصبية وأضاف وأنتم تعرفون الباقي واصل رجل أمن المطار تقدمه نحوه ولكن جرهام ظهر فجأة بهيئاته الدبلوماسية الأنيقة وهو يقول بفرنسياته السليمة هل عصرت عليه أخيرا؟ ثم التفت إن رجل الأمن وأبرز جواز سفريه الدبلوماسي مستطردا في حزم إنه يعمل معنا أوقف جواز السفر الدبلوماسي رجل الأمن وجعله ينقل بصريه بين أدهم وجرهام في توطر فأشار هذا الأخير إلى الضخم وقال في سرامة سيارة الصفارة تنتظر في الخارج أوم الضخم برأسه إيجابا وحمل أدهم على كتفه كما لو كان طفلا صغيرا والتقط حقيبته واتجه به نحو باب المطار في حين أعاد جرهام جواز سفريه إلى جيبه وهو يقول الشراب يطلف عقله تماما غمهم رجل الأمن في توطر المفترض أن أبلغ الشرطة أجبه في هدوء افعل يا رجل كن بواجبك ولكن لا تنسى إذن الخارجية نعر القواعد الدبلوماسية لم ينبس رجل الأمن بكلمة وتابع بصريه ذلك الضخم حتى ألقى جسد أدهم داخل السيارة التي وقفت أمام المطار حتى ركبها جرهام ثم انطلقت مباشرة وكان هذا يعني أن أدهم الشاب قد خسر اللعبة وسقط في قبضة الإسرائيليين في هذه الجولة الجولة الأخيرة على الرغم من أن رجال المخابرات في كافة أنحاء العالم يمتلكون قدرة مدهشة على كبح جماح أنفسهم والسيطرة على مشاعرهم وكتمان إنفعالاتهم إلا أن حسن رجل المخابرات المخاضرم لم يستطع منع ذلك الشحوب الذي كسى وجهه وصوته وهو يحضف وجه مسؤول أمن المطار الفرنسي قائلا سيارة الصفارة الإسرائيلية هل تركتموهم يرحالون به؟ هكذا بكل بساطة؟ قال مسؤول الأمن في عصبية كانوا يحملون جوازات صفر دبلوماسية وقاطعوا حسن في حدة هو ماذا عنه؟ أي جواز صفر كان يحمل؟ امتقعوا كمسؤول الأمن وهو يقول لست أدري في الواقع كاد حسن ينقض عليه من فرط غضبه وهو يهدف لست تدري وعلى رغم إن هذا في قطر أكتهم يحملونه خارج المطار تحت سمعك وبصرك بل تحت سمع وبصر طاقم أمنك كله غمهم الرجل في ارتباك شديد جوازاتهم دبلوماسية كان حسن يهم بالانفجار في وجهه عندما وصل الملحق العسكري للصفارة المصرية وهو يقول في التوتر إنه هو ضابط الجوازات تعرفه باسم ميروبرت كال البريطاني الجنسية أمسك حسن طرف مكتب مسؤول الأمن الفرنسي حتى لا يسكت من فرط الدوار الانفعالي الذي يشعر به ورح يردد في مرارة شديدة إنه هو لقد ظفروا به هذا ما كنت أخشاه لقد ظفروا به إنه الآن في قبضتهم شعر مسؤول الأمن لحظات بتوتر شديد وبدأ له أنه قد ارتكب أكبر حماقة في حياته كلها ورح ذهنه يفتش مزعورا عن أي تفسير يمكن أن يعفيه من المسؤولية لثقته في أن جوازات السفر الدبلوماسية للإسرائيليين لم تكن متعفيهم من مواجهة القانون في فعلات مباشرة كهذه ثم لم يلبس أن انتبه إلى نقطة جعلته يهدف مهلا ما شأن المصريين بما حدث إنها مشكلة بين الإسرائيليين وبريطاني ارتفع صوت الصارم يقول هذا لا يعفيك من المسؤولية ظهر المفاتيش ألان مع مساعده بيير وأبرز بطاقاته أمام المسؤول مستطرضا وستتم محاسبتك على هذا فيما بعد بلغ انتقاع وجه مسؤول الأمن ضرواته وانكمش في مقاعده على نحو يدعو للرثاء في حين التفت المفاتيش ألان إلى حسن والملحق العسكري مواصلا بنفس الصرامة ولكن دعاني أطرح عليكم السؤال نفسه ما شأنكم كمصريين بما حدث تبادل حسن والملحق العسكري نظرة صامتة دون أن ينبس أحدهم ببنت شفا فأشعل المفاتيش الفرنسي سيجارة قصيرة وقال وهو يقودهما بعيدا عن مكتب الأمن فليكن سأجيبكم أنا ما دمتم تعجزان عن الجواب الواقع أن الأمر يرجع إلى أن روبرت كال هذا ليس بريطانيا ظلت ملامحهما جامدة لا تحمل أي تنفعالات يمكن أن يستشف منها شيئا فبدت عليه العصبية وهو ينفذ دخان سيجارته القصيرة قبل أن يقول إنه إما مصري يعمل لحسابكم أو إسرائيلي يتعاون معكم فأي التفسيرين صحيح؟ صمت الرجل اللحظات ثم قال الملحق العسكري في برود إنه صغير السن كما تقول التقارير لوح المفتش بيده قائلا وهذا يشير لأنه لا يعمل لحسابكم فلم نرى الجهزة دبلوماسية أو أمنية من قبل تتعاون مع من في مثل عمره قال حسن في صرامة أخفى بها توطره إذن؟ أشار المفتش بسببته قائلا في حزم إذن فهو إسرائيلي يتعاون معكم ولكن ترتيب الأحداث يوحي بأن هذا مستحيل سأله حسن في حضر لصغر سنه أجبه مساعد بيير في سرعة كلا ولكن لأنه كان يحاول الحصول على تأشير الدخول إلى إسرائيل بجواز صفر فرنسي سأله حسن بنفس السرعة هأنت واصف من أنه شخص نفسه؟ عند هذا السؤال ارتبك الفرنسي بحق على الرغم المحاولاتي تظهر بالتماسك وهو يقول أعتقد أنه كذلك غوام الملحق العسكرية في سرامة؟ تعتقد؟ ارتبك المفتش أكثر ثم قال في حدة فليكن ربما هو ليس الشخص نفسه فمواصفاته تختلف إلى حد ما ولكن هذا يقنى دخل السؤال الأول ذاته ما شأن المصريين بالأمر إن دفع حسن يقول في سرامة إنه يعمل معنا سأله المفتش في سرعة بصفة رسمية لم يجب حسن السؤال فتراجع المفتش وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة قائلا إنه هو قال الملحق العسكري في سرامة لا يمكنك الجزم أما المفتش برأسيه قائلا بالتأكيد ثم استعاد صوته الصارم وهو يقمن ولكنني سأتولى التحقيق الرسمي في الأمر وسنبدأ طبعا بالبحث عن آية معلومات عن روبرت كال تاريخ دخوله وفترة زيارته أين أقام وماذا فعل ولو أننا لم نعصر على تلك المعلومات فسيعني هذا أنه رسميا لم يصل إلى باريس أبدا وهذا يعني بالتالي أنه لم يختفي ولم يختطف باختصار أنه يغلق الملف تماما ومهل نحو حسان مضيفا بشيء من الشماتة ولن يبحث عنه أحد قط سيطر حسان على ملامحي بأسلوب ياليق برجل مخابرات مخاضرة محترف فتراجع المفتش الفرنسي مرة أخرى وقال في سرامة غاضبة والآن ومع احترامي لجوازيكم الدبلوماسيين تفضل بمغادرة المكان فهو مصرح جريمة لا يصح العبس به أو تواجد من لا شأن لهم فيه تفضل رمكه حسان بنظرة نارية وقال سنلتقي مرة أخرى أجابه المفتش في سرامة هذا ما أرجوه انسرف الرجل الآن من المكان واتجه نحو مخرج المطار والملحق العسكري يتساءل في توطر ماذا سنفعل الآن الفتى أصبح في قبضة بالفعل أجابه حسان وهو يحاول التماسك نسيطر على أصابنا ونفكر في عمق وروية حتى نجد وسيلة لإنقاذه نطقها وهو يعلم أنه أول من يعجز عنها إنهما يتحدثان عن أدهم أدهم ابن صديق عمره والفتى الذي شرق في تربياته منذ طفولته والذي اعتبره ابنه بعد وفاة صبري وهنا تكمن المشكلة ربما لو أن الأمر يتعلق بسواه لأصبحت مجرد مهمة يمكن أن يقوم بها على أكمل وجه ولكنه الآن يشعر بضعف شديد يشعر بتخاذل ربما يجعله غير قادر على اتخاذ القرار السليم وربما من الأفضل أن يسيد العملية كلها لشخص آخر شخص لا يعرف أدهم ولا يشعر نحوه بأي تعاطفة ولكن الوقت لن يكفي لهذا لن يكفي أبدا للأسف المهم أن نفعل شيئا قبل أن نرسله في حقبة دبلوماسية لهناك نتقه الملحق العسكري في توتر شديد وعلى رغم أن حسن قد استنتج الجواب المنطقي بالفعل فقد سأل الملحق العسكري في صوت المضطرب إلى أين؟ أتاه الجواب كالسعيقة إلى إسرائيل وانتفض جسد حسن بمنتهى العنف العذاب لا بد أن ينتقم لا بد لقد فعل كل هذا ليثأر لوالده ممن اختالوه بيد الغدر ولن يسمح لنفسه بأن يخسر أو يفشل أو يتراجع سيقاتل ويقاتل ويقاتل حتى آخر رمق وآخر نفس وآخر قطر الدم لا يا أدهم لم يحن الوقت بعد أدهشه أن يسمع صوت والدي بكل هذا الوضوح فتلفت حوله محاولاً أن يخترق ببصره هذا الضباب الكثيف المحيط به من كل جانب وهو يهتف أبي أين أنت؟ أين؟ أتاه صوت والده المعتاد وهو يقول في رأسانة لا تخلونا الصرامة لا تبحث عني يا أدهم ابحث عن كلماتي عن كل ما لقنتك إياه في حياتي ابحث عما تعلمته مني وما تدربت عليه طوال حياتك وتذكر القاعدة الذهبية تساءل في حيرة أيت قاعدة أجابه في حزم الوقت المناسب يا أدهم لا تضرب ضربتك قط قبل أن يحين الوقت المناسب عاد أدهم الشاب يتلفت حوله وهو يتساءل أتعني أن لا أحاول أن تقوم لك ممن اغتالوك غدرا وغيلة أجابه صوت والده وهو يتابع في بط أعني أن تتعلم الصبر والترايص حتى تصبح اللحظة مناسبة يا أدهم الشاب لا يتحول في يوم وليلة إلى أسد كل شيء له مواده يا أدهم كل شيء تساءل أدهم في توتر شديد إذن فين بغي أن ننتظر حتى أعرف أستعد بدأ صوت والدي شديد البعد وهو يقول بالضبط إنه درس جديد تتعلمه يا ولدي درس أخير ظلت الكلمة الأخيرة تتردد في أذنيه وهو يتلفت حوله ويتلفت والضباب يتكاثف ويتكاثف وإنه يستيقظ اخترق الصوت أذنيه دون أن يبدو مصدره واضحا وإن شعر أنه قريب للغاية فقاوم ذلك التهالك الشديد الذي يشعر به وفتح عينيه في صعوبة ليحضر في وجه ديفيد جيرهام الواقف أمامه والذي ابتسم في الظفر قائلا لطبيب الصفارة الإسرائيلية أنت على حق لقد استعد وعيه إن حنى الطبيب يفحص أدهم الذي شعر بسماعاته الباردة على صدره على نحو بعث في نفسه كشعرير خافتة قبل أن يقول طبيب إنه قوي وحالته الجسمانية ممتازة سيكون مستعدا للاستجواب بعد دقائق قليلة غمغم جيرهام وعيناه تلتمعا في ظفر عظيم تراجع الطبيب في حرقة متوترة ووقف صامتا في رقن المكان الذي بدأ لأدهم أشبه بقوه رطب فتمتم وهو يحاول استعاد السيطرة على العقله فأين جئتم به؟ المدهش أنه على الرغم من تشتته الذهني نطقها بلغة إنجليزية سليمة مواصلا انتحال شخصية روبرت كال فابتسم جيرهام وجذب مقعدا ليجلس أمامه قائلا لن يجدي هذا نحن نعلم أنك مصري رفع أدهم عينيه إليه والتقط نظراتهما لحظات دون أن ينبس أدهم ببنت شفا أو يبدن فعالا مؤيدا أو نافيا فتابع جيرهام في هدوء ظافر السؤال الذي نحتاج إلى معرفة إجابته فعليا هو لماذا يطاردك المصريون؟ لم يكد السؤال يخترق أذنية أدهم حتى استوعب منه الكثير والكثير جدا فهذا السؤال بالتحديد يعني أنهم لا يعرفون تحديدا من هو ولماذا أتى؟ وماذا يفعل؟ وإلى ماذا يسعى؟ وهذا يمنح فرصة للخدع والتلاعب والتحايل حاول أن تستنتج نطقها أدهم في بطء متحدي جعل جيرهام يعقد حاجبي في شدة ويقول مستنكرا في غضب أستنتج؟ ثم مال نحوه حتى كاد يلتصق به وهو يضيف إنني حتى لن أحاول ستضلي أنت إلي بكل ما لديك وكل ما تعرفه عن نفسك قبل أن أنتهي منك حملت نظرة أدهم المزيد من التحدي على نحو استثار مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية جونسون والذي بقى صامتا منذ البداية فقال في صخت إنه يتحدان أشعر إليه جيرهام بالصمت ثم سأل أدهم بمنتهى الصرامة ما اسمك الحقيقي؟ أجبه أدهم بصوت حملارا ساخرة روبرت كائل بدأ جيرهام أكثر صرامة وشراسة وهو يقول كلانا يعلم أنه ليس اسمك الحقيقي كل الأسماء التي حملتها حتى الآن ليست اسمك الحقيقي حتما ولا حتى اسم أدهم صبري الذي حملته في المرة السابقة ابتسم أدهم الشاب في السخرية مقلدا أحد الأشخاص الذين أثاروا إعجابه في ممضى هل تظن هذا حقا؟ تراجع جيرهام قائلا وأنت استمنحني الجواب المناسب الآن قال أدهم بنبرة تفيد بالتحدي هذا ما تتمناه إنها كده حاجب جيرهام في شدة في حين اندفع جونسون يقول في غضب هادر بتركه لي يا أدن جيرهام سأجعله يروي قصة حياتي كلها بعد ساعة واحدة استظهر إلي جيرهام بحركة حادة هاتفا بكل السرامة أصمت صدم جونسون للقول وتراجع في حنق ورح يهمهم ببدأ كلمات غير مفهومة في حين أشر جيرهام إلى الطبيب وقال يمكنك أن تبدأ التقط الطبيب محقنا يحوي مادة شفافة وما لا نحو أدهم وكشفت زراعه المقيدة إلى المقعد المعدني الضخم الذي يجلس عليه فقال أدهم في بط بنثونال السوديوم قال جيرهام والطبيب يحقن أدهم بتلك المادة بالفعل من الواضح أنك تعرف الكثير ولكنها ليست كذلك إنه عقار خاص يضاعف من شدة مرور الطيار الكهربي في جسدك تمتم أدهم في حضر طيار كهربي أشار جيرهام إلى بعض الرجال فرح يوصلون رأس أدهم بعدد من الأسلاك وجيرهام يجيب بعينين متقلقتين تحيا بأنه يستمتع بكل ثانية بالضبط طيار كهربي سيسر في عقلك بشدة على نحو تشعر ما هو كان مخك يغلي داخل جنجمتك وبعد دقيقة واحدة ستكون مستعدا للوشاية بأمك نفسها على ألا تمر بهذا العذاب مرة ثانية ثم أشار بيده مضيفا في صرامة وحشية هيا وضغط أحد الرجال زرا يتصل بالجهاز الذي تخرج منه الأسلاك وانطلقت طيار الكهربي إلى رأس أدهم الذي لم يستطع كبتة صرخة مدوية انطلقت عبر حلقه لقد شعر بالفعل أن مخه يغلي داخل جنجمته يغلي ويغلي ما تقول مستحيل يا سيد حسن هدف الملحق العسكري بالعبارة في عصبية شديدة تجهل حسن تماما وهو يدس مسدس في حزامه ويندفع نحو الباب قائلا بكل الحزم لن أسمح لهم بإرساله إلى هناك أبدا لحق به الملحق العسكري وهو يهتف ولكن ما ستقدم عليه يعد منتهى الحماقة في ظروفك هذه من سيسمح لك بهذا؟ أجابه حسن في إصرار لا أحد ولن يمنعني هذا من تنفيذه توقف الملحق العسكري هاتفا في يأس قد يعارضك هذا للفصل من الخدمة توقف حسن بدوره والتفت إليه وكأنما صدمه القول وفي ذهنه تدعت عدة صور وأسماء وتوقفت أفكاره عند صورة واحدة صبري توقفت عندها كثيرا وطويلا وحزينا ثم امتزجت صورة صبري بصورة أدهم وتردد في ذهني صوت صديق عمره لو لم يمهلني القدر ستكمل أنت مسيرتي بإذن الله يا حسن عامل أدهم كما لو كان ابنك وامنحه كل رعايتك وحبك واهتمامك وأكمل التجربة أكملها كما لو أنها تجربتك أنت أكملها يا حسن من أجل أدهم ومن أجلي فاضت عيناه بالدموع عند هذه النقطة وغمغمى في حزم متأثر من أجلك يا صبري إنني أفعلها من أجلك واندفع نحو سيارة الصفارة وقفز فيها وأدار محاركها فردد الملحق العسكري في استسلام سيفصلونك ألقى عليه حسن نظرة واحدة تفيد بالحزم والتحدي ثم انطلق بالسيارة انطلق ليقضي معلم عتزمه من أجل صديق عمره من أجل صبري تألقت عين جيرهام كما لم تتألق من قبل وارتسمت وحشية مخيفة على ملامحه وهو يتطلع إلى أدهم الذي بدى شديد التهالك على نحو لم يمر به من قبل في حين غمغمى الطبيب الإسرائيلي في عصبية خطأ يا أدن جيرهام خطأ عقله لن يحتمل كل هذا ربما يصاب بحالة من الذهان أو بفقدان ذاكرة يضيع معه كل ما ترغب في الحصول عليه منه قال جيرهام في سرامة فليزهب عقله للجحيم المهم أن أحصل منه على ما أنشده قال الطبيب في حدة فليكن يا أدن جيرهام افعل ما يحلو لك ولكنني سأتقدم بشكوى رسمية وسيتضمن تقرير كل ما حدث هنا وكل ما نصحتك به وإذا ما فشلت فسوف قاطعه جيرهام في شراسة أصمت ثم هبى من مقعده واندفع نحوه ودفعه في قصوة حتى التصق بالجدار وما لا يصرخ في وجهه ديفيد جيرهام لا يفشل أبدا لم يفشل ولن يفشل هل فهمت أيها المدني المتحضلق شحب وجه الطبيب وهو يحضق في وجهه قبل أن يقول متلعثما إنه رأي طبي محد زمجر جيرهام قائلا احتفظ به إذن خلف أسنانك لو أردت الاحتفاظ بها سليمة شحب وجه الطبيب أكثر واتسعت عيناه غير مصدق ما سمعته أذناه وحضق في وجهه جيرهام في ارتياع وارتجفت شفتاه وهو يهم بقول شيء ما لو لأ اندفع مسؤول الأمن الإسرائيلي إلى المكان هاتفا عرفنا من هو التفت جيرهام إلى جونسون بحركة حدة فأكمل هذا الأخير وهو يشير إلى أدهم المقايد إلى ذلك المقعد المعدني والذي بدأ أجبه بالصريع مع ملامح الشديدة الشحوب وخيط الدم الذي يسير من بين شفتيه أدهم هو اسمه الحقيقي وهو ليس شخصا مجهولا أو مجرد مغامر شاب كما تصورنا إنه ابنه ارتجفت صوت جيرهام من فرط فعاله يسأل ابن من؟ صحة جونسون في توطر شديد؟ صبري رجل المخابرات الذي تم التصفيته في لندن تفجرت نيران بركانية من عين جيرهام وهو يقوب بمنتهى الشراسة والعنف ابنه انتقرت نظراته لأدهم ثم اندفع نحوه وجذبه من شعر هاتفا لماذا أتيتي إذن؟ للانتقام؟ غمغم الطبيب في عصبية لا يمكنه إجاباتك إنه فقد الوعي وضغط على أسنان مضيفا في حنق بسبب ما فعلته به استدار إليه جيرهام وبدى وكأنه قد فقد تماما سيطرته على أعصابه وهو يصرخ قلت أصمت ثم عاد يجذب شعر أدم في عنف صارخا لابد وأن يجيب لابد لم يكن أدهم فقد الوعي فعاليا في تلك اللحظة على الرغم أن مخه يكاد يزوب بالفعل داخل جمجمته لقد سمع كل مدار حوله وإن وجد صعوبة شديدة في تركيز أفكار وتصفية ذهنه إنهم يتحدثون عنه وعن والده وعن اغتياله في لندن هذا يعني أنهم عرفوه وكشفوه وأصبح في قبضتهم والده كان على حق إذن من الخطأ أن ينطلق الشبل للصيد قبل اكتمال نموه وقبل أن تبرز أنيابه لابد أن ينتظر وأن يتعلم الصبر حتى ولو استغرق الأمر منه سنوات وسنوات وسنوات المهم أن ينطلق في الوقت المناسب وأن يربح معركته معركة أسد ناضج وقوي أسد له أنياب قوية بارزة وحدة قادرة على صيد فرائسه وتمزيقها بلا حوادى وبلا رحمة بذل جهدا رهيبا ليصفي لمحة من ذهنه حتى يمكنه السيطرة على تفكيره وإيجاد وسيلة للخروج من هذا المأذق إنه مقيد إلى مقعد معدني ثقيل داخل قبو رطب في وجود ثلاثة إسرائيليين أحدهم مستعد لتمذيقه إربا ليحصل منه على كل المعلومات الممكنة فكيف يمكنهم وجهة كل هذا؟ كيف؟ لم يشعر في حياتي كلها بمثل هذا التهالو لم يمر قط بحالة مماثلة أجز فيها عقله عن التفكير ربما يعني هذا أنه قد خسر اللعبة وفشل في أول محاولة صيد بن فردة هيا هات ما لديك صرح جرهام بالعبرة في وجهه بكل غضب وشراصة الدنيا وقد بلغ انفعاله مداه و وفجأه وعلى الرغم انتهالكه وبحرك غريزية بحتة تحرك أدهم على الرغم انذوبان مخي داخل جنجومته تحرك جسديه في عنف ورقل جرهام بكل ما تبقى لهم القوة رقل مفاجئة دفعته إلى الخلف ليسقط أرضا وهو يطلق سبابا عبريا يجمع ما بين الألم والدهشة والاستنقار ومع شهقة الضعر التي انطلقت من حق الطبيب تحرك جونسون في سرعة وسحب مسدسه وهو يهتف أيها ال ولكن أدهم قاطعه بحركة عجيبة بدلت الطبيب المضعور صورة مجسمة لمعجزة بشرية لم يتصور أبدا مجرد احتمال حدوثها فعلى الرغم انثقة للمقعد المعدني نهد أدهم على قدميه ورفعه معه ثم اندفع به نحو جونسون الذي تراجع صارخا لا توقف ولكن وبكل القوة والعنف ضربه أدهم بظهر المقعد المعدني ودفعه أمامه وهو يعد إلى الخلف حتى ضربه بالجدار بكل القوة والقصوة فانطلقت من حلق جونسون صرخة ألم وأغلق عينيه بشدة في نفس اللحظة التي نهض فيها جرهام وهو يمسك صدره بيسراء ويسحب مسدسه بيمنى صارخا فليكن يا ابن صبري أنت أردتها وفي مبنى الصفارة الإسرائيلية في باريس دوات رصاصة قاتلة الختاء ارتفع صارير إطارات سيارة حسن وهو يقفها بحركة حد في الشارع المجاور لمبنى الصفارة الإسرائيلية وبكل الحزم تأكد من حشو مسدسه برصاصة ومن استعداده للإطلاق ثم عاد يدسه في حزامه وغادر سيارته متجها إلى مبنى الصفارة كان يدرك تماما أن الطحام للصفارة الإسرائيلية أمر لم يحدث قط لا في تاريخ المخابرات ولا حتى في التاريخ السياسي كله وأن هذا سيصير ضجة ما بعدها ضجة ضجة قد تؤدي إلى فصله من جهاز المخابرات وربما محاكماته أيضا وفي زمن الحرب سيكون العقاب حتما عنيفا بل شديد العنف وقصوة ولكن هذا لا يهم لقد اعتمنوا صبري على حياة ابنه وأقسم له على حمايته ورعياته حتى يشتد عوده ويلتحك بجهاز المخابرات المصري وهو يبر بقسمه دوما ولا يحنث بعوده أبدا سيفزل ما بوسعه لإنقاذ أدهم أين كان ما سيحدث وأين كان السبب فأدهم بالنسبة إليه وبعد مصرع صبري بالذات بمثابة ابن ابن يستحق أن يدافع عنه بحياته وهذا ما سيفعله الآن تحسس مسدسه وهو يقترب من مبنى الصفارة الإسرائيلية ويقترب ويقترب مهلا يا حسن انطلق ذلك الصوت الصارم من خلفه فجأة فالتفت إليه بحركة حادة تتناسب مع تلك الإنفعالات التي يموج بها كيانه خاصة أن ذلك الصوت خاطبه باسمه باللغة العربية وبحركة غريزية قبضت يده على مسدسه ولكن يدافولة زيه أمسكت مع صامي وذلك الصوت الصارم يتابع خطأ ما تعلمناه يؤكد أنه من كبير الخطأ أن يفقد رجل مخابرات أعصابه تحت أي مسمى حدق حسن في وجه صاحب الصوت وهو يقول في توطر إبراهيم كيف قاطعه رئيس مكتب المخابرات المصرية في باريس في حزن كيف عرفنا أليس كذلك لن أحاول إقناعك بأننا نعرف كل شيء كما يقولون في أفلام السينما ولكن الملحق العسكري للسفارة أجرى اتصاله بنا خشية ما خشية ما ستقدم على فعله أجابه حسن في توطر شديد إبراهيم حاول أن تستعب الأمر إنه ابن صبري لقد سقط في قبضتهم ولابد أن قاطعه إبراهيم مرة أخرى في حسن ليست هذه هي الوسيلة أسلوبك قد يسير معركة حامية وقد يؤدي إلى قتال عنيف ينتهي بمصرعك ومصرع ابن صبري هذه الأمور لا تحل على هذا النحو قال في عصبية على أي نحو إذن لو أننا انتظرنا قليلا سيضعونه في صندوق يحمل أختم دبلوماسية ويرسلونه إلى إسرائيل أمام سمعنا وبصرنا انعقد حاجب إبراهيم وهو يقول سنحاول أن نمنع حدثها زواء أوقفه فجأة دوي مكتوم لرصاصة انطلقت من مكان عميق داخل السفارة الإسرائيلية فانطفض حسن وقال أرأيت أنهم يتقتلون هناك كان ينتفع نحو السفارة لو لأن برز ثلاثة رجال فجأة وأطبقوا عليه وكبلوا حرقتي بقوة فهدف مقاوما لابد أن أعمل على حماياته أجبه إبراهيم في الصرامة واجبي أن أحميه وأحميك من نفسك حاول حسن مرة أخرى مقاومة رجال السلاسة ولكنهم كانوا مضربين على ما يفعلونه فغمغم إبراهيم في ضيق سامحني يا حسن إنها الأوامر شعر حسن باليأس والمرارة كما لم يشعر بهما من قبل لقد فشل فشل في أن يحمي ابن الصبري كما وعد فشل على الرغم منه فشل و قبل أن تتواطر أفكاره اتسعت عينها في دهشة وهو يحضك في آخر مشهد تصور حدوثي في تلك اللحظات مشهد أدهم الشاب وهو يقبض على عنق إرهام ويندفع معه خارج مبنى السفارة الإسرائيلية وهذا الأخير يهتف بصوت مختنق لا لا يمكن أن يحدث هذا لا يمكن برز رجال أمن السفارة خلف أدهم وهم يصوبون نحوه أسلحتهم ولكن هذا الأخير راح يتحرك نحو بوابة حديقة المبنى وهو يدور برهينته حول نفسه هاتفا بالعبرية رصاصاتكم ستصيبه قبل أن تصيبني ترادت رجال الأمن على رغم سرخات جرهام أطلقوا النار لا تترددوا أطلقوا النار ولكن الرجال ترددوا بالفعل لقد خرج أدهم إلى حديقة الصفارة وأصبح واضحا لكل المحيطين بها وكل المرة في الطرقات الذين توقفوا يتابعون ما يحدث في دهشة وإطلقوا النار في ظل هذه الظروف أمر شديد الخطورة ويتجاوز كل القواعد ولكن أدهم كان يقترب من بوابة الحديقة ولو أم كانوا بورها سيخرج من أرض إسرائيلية وفقا للقواعد الدبلوماسية إلى أرض فرنسية وسيفقدون السيطرة عليه تمام الكل أدرك هذه الحقيقة حتى إن حسن هدف بكل انفعاله هيا يا أدهم هيا اعبرها يا فتى افعلها بالله عليك ولسبب عجيب وربما بإشارة خفية من إبراهيم أفلت للأشداء السلاسة حسن الذي اندفع نحو البوابة في نفس الوقت الذي كان حارسها فيه يصوب سلاحي إلى أدهم فهو أحسن على فكه بلاك مكال كنبلة بغطت الرجل وألقته أرضا في عنف وغمغم أحد الأشداء السلاسة في عصبية السيد حسن اقتحم أرض الصفارة غمغم إبراهيم عجلة القدر تسير ولا أحد يمكنه اعتراض طريقها استدار أدهم الشاب في هذه اللحظة ودفع جسد جرهام نحو رجال الأمن ثم استجمع كل ما تبقى له من قوة وانطلق يعد نحو البوابة وحسن يعد لملاقاته فرفع رجال الأمن الإسرائيليين مسدساتهم نحوه مرة أخرى وصوبوها منتهى الدقة فوسب حسن نحو أدهم هاتفا احترس وانطلقت رصاصة نحو أدهم مباشرة واستقبل حسن بجسده وهو يدفع أدهم بقوة خارج حديقة الصفارة وفي نفس اللحظة التي سقط فيها حسن مصابا بالرصاصة سقط جسد أدهم خارج أرض الصفارة وأشار إبراهيم إلى الأشداء السلاسة هاتفا هيا اندفع السلاسة نحو الصفارة وحمل أحدهم أدهم في حين اقتحم الأخران البوابة وجذب جسد حسن خارجها ولكن جرهام انتزع مسدس أحد رجال الأمن واندفع به نحو البوابة هاتفا لن يفلت مني لن يفلت حتى لو تجاوزت كل قوانين الدنيا كان يصوب مسدسي في إحكام نحو رأس أدهم عندما اعترض المفاتش ألان طريقه فجأة وهو يقول في صرامة جواز سافرك الدبلوماسي لن يعفيك هذه المرة يا سيد جرهام فهم على أرض فرنسية احتقن وجه جرهام بشدة ونقل بصري بين ألان والرجال الذين انقلون أدهم حسن إلى سيارة كبيرة تحمل أرقام دبلوماسية ثم لم يلبس أن خفض فوهة المسدس مغمغما هاللعبة لم تنتهي بعد أيها المفاتش سنلتقي مرة أخرى ورمق أدهم بنظرة مقت مرضفا كلنا سنلتقي غمغم ألان في توطر أدع الشمهاز ثم التفت إلى إبراهيم الذي غمغم يمكنني أن أفسر لك الأمر أشار ألان بيده قائلا في حزم لا ستريد أي التفسيرات جوازاتكم الدبلوماسية لا تمنحني حق استجوابكم إلا بعد استئزان وزارة الخارجية ولست مستعدا لإضاءة عمري في عمل روتيني أحمق هذا وصمت لحظة ثم أرضف في خبس خاصة لو أنكم غدرتم البلاد قبل الحصول على التصريح اللازم استوعب إبراهيم رسالة وغمغم فهمت وكان هذا توقيعا على عقد نهاية العملية وبداية بروز الأنياب أنياب الأسد كيف حالهما الآن؟ ألقى قدري السؤال في قلق شديد وهو يقف أمام حجرة العناية المركزة في المستشفى التابع للمخابرات العامة فابتسم رجل المخابرات الواقف أمامه وقال فيه دوء كلاهما بخير السيد حسن أجريت له جراحة ناجحة أنقضته من موت المحقق وسيتعافى خلال إسبوعين على الأكثر تساءل قدري في لهفة وماذا عن أدهم؟ سمت رجل المخابرات لحظة ثم قال إنه بخير من الناحية الجسدية ولكنه مصاب بفقدان زاقرة محدود يبدو أنه ناشئ عن تعرضه لتعذيب شديد تركز حول رأسه ومخه فهو لا يذكر بالتحديد ماذا حدث في السفارة الإسرائيلية ولا كيف نجح في الفرار منها ولكن معلوماتنا تقول إن طبيب السفارة قد لقى مصرعه برصاصة إشا في قبوها وأدهم لا يذكر من استجوابه ولا كيف بل إنه تردد رجل المخابرات لحظات عند هذه النقطة فسأله قدري في قلق إنه ماذا أجابه في خفوت آسف إنه لا يذكرك أيضا يا قدري صدم القول لقدري فغمغم في هلع لا يذكرني أنا هز رجل المخابرات رأسه وقال الأطباء يقولون إنه قد يستعيد وعيه قريبا أو ربما خلال بدل سنوات ولكن يوما ما سيذكرك حتما يا قدري وسيذكر كل ما فعلته من أجله صمت قدري بدل لحظات في تأثر ثم قال في خفوت هذا ليهم المهم أنه حي وبخير ربط رجل المخابرات على كاتفي مغمغما ونعم الصداقة صدقني يا قدري المخابرات فخورة بانضمامك إليها استدهر إليه قدري في دهشة فتمتم مبتسما نعم يا قدري لقد أصبحت منضمن إلينا رسميا منذ هذا الصباح وسيحمل ملفك أول إنجاز لك غمخة ما قدري إنجاز اتسعدت سامت رجل المخابرات وهو يقول بالتأكيد لقد ساهمت في تحول أفضل أشبالنا إلى أسد أسد له أنياب حادة أنياب ستصنع يوما جزءا من هذا التاريخ تاريخ مصر لحظتها فقط شعر قدري بالفخر كل الفخر ليس فقط لأنه ساهم في صنع تاريخ وطن ولكن أيضا لأنه وضع بصمة في بروز أنياب أدهم صبري أنياب الأسد المصري تمت بحمد الله أتمنى يكون تقديم العدد النهاردة عجبكم والأصدقائي اللي متابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندوس لايك ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جدد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته